السلام عليكم. زيكم الشباب عامليني? قلوا سمعني? اه تمام. عظمة جدا. احنا النهاردة هتبقى دينا الجولد. التقسيمة بتاعة الجولد والسيلبر والبرونز دي على حسب كمية اللي انت عارفها. وفي نفس الوقت على حسب كمية اللي انت عارفها. فاحنا هنبدأ دي بشوية بس هنحول برضو في نفس الوقت اللي احنا نحل كتير على اللي احنا نشرحها دي. فهل حد عنده مانع نبدأ دلوقتي? يلا. طيب. احنا النهاردة هنتكلم عن الديفزابلتي والمدير الارثماتيك او باختصار ممكن نجمع حاجتين دول في اللي احنا هنتكلم عن حبة number three. فخلينا نبدأ بالديفزابلتي اه انا كل اللي انا مهتم بيه هو اللي انا اعرف دلوقتي بتاعة العالم الديفزابلتي وعالم الديفزابلتي وكده. خلينا نبدأ بالحاجات البسيطة اللي هو اه كله عارف يعني ايه كلمة برايمس اه? يعني اللي هي هي الارقام الوحيدة اللي ما بتقبلش الاسمة الا على نفسها وعلى الواحد. فمثلا رقم سبعة ده ما بيقبلش الاسمة على اي رقم تاني غير السبعة والواحد. اما رقم اتناشر فده بيقبل الاسمة على الكنين. وبيقبل الاسمة على التلاتة. وبيقبل الاسمة على الستة والوها كزا. وبيقبل الاسمة على الاربعة والتناشر والواحد. رقم اتناشر بيقبل الاسمة على كل دول. رقم سبعة ما بيقبلش الاسمة الا على الواحد والسبعة. فالارقام اللي سبيشيال دي احنا بنسميها برايم نامبرز. بحيث ان البرائم نامبرز هي اللي بتقبل اسمه على اجزاكلي تو نامبرز. فرقم واحد. اللي بيقبل الاسمه على الواحد بس. ده احنا ما بنسميهوش برايم. جميل? اول احنا ما يحتاجين ناخد بالنا منها. ان كل الارقام كل الارقام مع عدد الكنين. فالكنين سعب نسميها هي والباقي كله هو فلو في حاجة مسألة او قاعدة انا قلتها بتتعامل مع بس ساعتها انا هقولها لو لو الكنين معاها هقول ساعتها كلها. تمام. فخلينا نشوف احنا ممكن نستفيد من معلومات دي ايه? اول حاجة انا عايز اشرحها هي الفندومنتا في الاجبرا او 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 اريزماتيك يعني باختصار هي ثيري مهمة جدا. الثيري دي بتقول لك انك هاتلي اي رقم في العالم كله هاتلي اي رقم. الرقم ده انت تقدر تكتبه عن طريق انك تكتب شوية برايمز وتدربهم في بعض. فرقم التنشر ده مثلا عبار عن اكنين بار اكنين في تلاتة بار واحد. اي رقم في الدنيا تقدر تكتبه عن طريق اه برودكت من شوية برايمز. والثيري دي هي حرفين جدا لان الارقام هي الوحيدة اللي ما يفعش تكتب بغير كده. فانت لو عايز تكتب الخمسة انت هتقول ان الخمسة دي بتساوي الخمسة لان الخمسة دي برايمز. اما فدي الفكرة ورا. فالثيري دي بتطلع علينا ايه تاني? بتطلع علينا دلوقتي فكرة اللي انا. اه خلينا الاول نبدأ بحاجة بسيطة. خلينا نقول انا معايير الكناشر وعايز اعرف الكناشر دي بتابع الاسمة على الكنين ولا لا. بتابع الاسمة على الاربع ولا لا. وهكزا. في السيبراس بلس انت ممكن تستخدم العلامة دي. وتشوف الاجابة. العلامة دي هي بتقول لك جاي الاسمة. باي الاسمة حرفيا زي ما احنا كنا بنعمل في اعدادية اللي هو بتشوف ال الاثناشر فيها اه فيها كما اربع ويتبقى ان. ا Antonاشر على اربعة. ده بيساوي تلاتة ويتبقى صفر. تلتاشر على اربعة. ده فيها تلاتة ويتبقى واحد. كل الكلام ده بسيط جدا وكل الكلام ده هو اللي احنا بنعمله. اه الاسمة اللي في السيبراس بلس اللي هي اللي بتعمل تقدر تعتبرها ان هي هي اللي بتطلع الثلاثة دي. اما المود وهو اللي بيطلع الواحد. بس دي دي فكرة بالنسبة. الدفجن ده المود ده هو اللي اسمه يعني اسمها علامة المود. فده اللي بيخلي الفيلد بتاع المودلر والديفزابيليتي اللي يبين من بعض. خلينا نبدأ بأول حاجة. ازاي اعرف اللي معايا رقم معين اعرف ازاي هو ولا لأ. تعال نشوف مثلا الرقم سبعة. انا عندي حلة بسيط. جرب تقسمها على الكنين. ما قابلش. طلع سبعة الكنين فيها الواحد. سبعة مد اتنين فيها الواحد. فما بتقبلش السبعة ما بتقبلش على الكنين. جرب تشوف السبعة بتقبل اسمها التلاتة ولا لأ. جرب تشوف السبعة بتقبل اسمها على الاربعة ولا لأ. لو لقيتها بتقبل الاسمها على اي رقم غير السبعة. ده معناها اللي هي مش مش برايم. فاحنا لو هنكتب الالجوريزم ده هنقول باختصار بالماث يعني آآ دور على كل الارقام. كل الارقام. خلينا نقول اللي اكبر من او تساوي الكنين واللي اصغر من الان لو الان اللي انت بتستعليها دي بتقبل الاسم على السبعة ممكن نكتبها كده مد آآ سوري آآ مد الاي بتقبل اسمها الرقم اللي انا بتستو يعني اللي هو في حالة التلاتة مثلا هي التلاتة. فلو السبعة بتقبل الاسم على الاي لو ده بيساوي الصف اللي هو باقي الاسمها بصف او سعبة الكتب ان الاي ديفايدز الان. سعبة الكتب كده او ممكن تكتبها كده في السي بلس بلس. الكنين دول بيحملوا نفس المعانة. لو ده حصل لاي رقم في الرينج ده يبقى ساعتها قدر اقول للن النطب رايم. تعال هنكتب الكود اللي بيعمل كده ونكتب الكود هيبقى عمل ازاي. حد الاول مش فاهم انا هتستزال آآ البرينز. هتستزال اعرف اللي فيه رقم مش برايم. حد اه حد تاه مني. لو في حد تاه مني قللي الاول. فانا هعمل آآ بوليان فونكشن اس برايم. بتاخد رقم معين. وكل اللي هي بتعمله. اللي هي بتلوف على الارقام كلها. اللي من اثنين. لحد الان. بالتست هل الرقم ده برايم ولا لا. فلو الان تقبل الاسمة على الاي. لو بقي الاسمة على الاي بصفر. ايبقى ساعتها ده فولس. غير كده ده بترو. دي الفكرة بتاعتي. وكده حرفين هو بيعمل اللي انا عايزه. بس الكمليكسي بتاعته هو في الايب. تعال ان امبروفو حاجة بسيطة. الفندوميث والثيري اوف آآ اريتماتيك او الثيري اللي انا قلت عليها. بتهتم بالل انا عايز اشوف الرقم ده بيابل الاسمة على برايمز تانية او لا لا. لان هو لو كان بيابل الاسمة على الاربعة. كان اكيد هيابل الاسمة الكنين. لو كان بيابل الاسمة على الستة. انا اكيد هيابل الاسمة الكنين والثلاث. فعشان كده انا ممكن اختصر اللوب ده اختصار صغير جدا. الا انا نفسي اللوب دي تلفه على البرائمز. انا مقدرش خليها تلف على برايمز. بس اتيست اقدر خليها تلف على الارقام اللي انا همتيراست بيها. بس. على الاند. على الارقام الاند. ليه? لان الارقام كلها مش معدل الاند. فانا ممكن اقول كده. اقول له بداية من الثلاثة. اجمع الاند كل لفة. وتستهنى لو الاند بتقبل الاسمه على الاند. يا بس عاية هده فالس. خلاها بدل ما هي او ان على الكنين. خلاها او ان. بدل ما كانت او ان خلاها بقت كمبلكسي او ان على الكنين. هي لسه او ان. بس ده امبروفمينت صغير. الامبروفمينت التاني اللي انا هعمله. محتاج شرح اكتر. الامبروفمينت التاني بتاعي هو. دلوقتي. خلينا نمسك الرقم تسعة واربعين. تسعة واربعين ده. ده بيساوي سبعة في سبعة. بحيث ان السبعة برايم والسبعة برايم. تمام? انا انا عايز اعرف التسعة واربعين دي برايم ولا لأ. فانا بلف على كل الارقام اللي عندي. بلف على كل الارقام اللي عندي اه باتة من الاتنين والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة كل رقم بتسدي بتاعه. فانا بقول لك انت لو الارقاء دي اللي انت بتلف بها دي عدت اللي سكور روت بتاع الرقم اللي انت بتسدي عليه انت مش محتاج تسدي اكتر من كده. يعني انا بقول لك اللي التسعة واربعين لو انت بتسدي بتقيس الاسمة. اه وانت لو لو انت بتست كل الارقام ووصلت الرقم اكبر من السبعة انت مش محتاج تقيس اكتر من كده. محتاج تحسب اكتر من كده. ليه? لان مجرد بوصولك لسكور روت ده بيضمن لك انك ياما عديت على فاكتور. ياما ما فيش فاكتورز اصل. والرقم ده هيبا برايم. ليه? لان الورست كيس سيناريو اكبر اكبر فاكتور ممكن يكون اكبر فاكتور ممكن تعدي عليه هيكون ايه? انت بتعدي على الارقام من الصغير الكدير صح? فايه هو اكبر فاكتور ممكن يكون هو اول واحد تعدي عليه? اكبر فاكتور ممكن تكون هو اول واحد تعدي عليه هو السبعة فالت التسعة واربعين. بحيث انك لو حاولت تكبر السبعة دي انت تنجيب رقم تاني دلوقتي. حاولت تكبر السبعة دي. غصباً عنك السبعة دي هاتفل. لو انت مثلاً عندك رقم قريب من التسعة واربعين وعايز تريبريزنته برقمين ومن ضربين في بعض. لو الرقم ده قول مثلاً خمسين. خلينا نكتب خمسين. خمسين دي بتساوي اه اتنين في خمسة في خمسة. اول رقم هعدي عليه اعرف على طول اللي الخمسين دي مش هو الرقم. اول فانا لو حبيت ادور على كيس ادور على كيس تكون الخمسين دي اكبر تكون الكمين دي اكبر اللي هو اول فاكفر عاد عليه يكون اكبر. لازم احاول اكبر الكمين دي. بس لو انا معايا رقم معين م ده بيساوي اف بي. وانا عايز اماكسمايز الرقمين دول. انا عايز الرقم دي يبقى كبير. والرقم دي يبقى كبير في نفس الوقت. احسن سلوشن انك تقول ان الرقم ده عبارة عن سكور روت Adam. اول غلط. انا عايز اكبر ال اي واعايز اكبر البي. ليه? لان لو ال اي كانت صغيرة هعدي عليها الاول. ولو ال اي كانت كبيرة والب كانت صغيرة هعدي على البي الاول. وانا عايز الوريس كيس هي اسوأ فرصة ممكن عدي عليها في الاسوأ فرصة للبتاع ده. اسوأ فرصة للكوت بتاعي. فاسوأ فرصة اللي انا عدي على الفاكتور بتاعي متأخر اوي. عشان عدي على الفاكتور متأخر اوي لازم يكون الاي والبي اللي كنين بسكورو التن. ساعتها بس هي دي الكيس. الورست كيس بتاعتي. لان لو ساعتها ده هيتطر يزغر. ولو ده صغر ده يتطر يزغر. فساعتها ايا كان واحد فيهم هيزغر. وانا عايز اكبرهم هما الكنين. فعشان كده مفيش فاكتور هلاقيه بعد ما وصل للسكوروت. مفيش براين فاكتور هلاقيه للرقم بعد ما وصل للسكوروت. فالكوت ده انا ممكن اوفره باختصار عن طريق اللي اقوله بدل ما الاي تلف الحد ان. لا خلي الاي تلف الحد اللي سكوروت بتاع الايه? انكلوزف. حلو? بس انا ممكن بدل ما اكتب الكوت ده كده. انا ممكن اكتبه كده. ما نديش فانكشن سكوروت. وبدل ما اضرب الرقمين دول في بعض انا ممكن اودي الاي هانا. عشان ما حبش انا اضرب الاي في الاي لحسن تكون الاي تبيرة فيحصل لي اوفر في نو. بس. ده الكوت بتاعنا اللي هنتستبير رقم براين ولا لا. اخر تشينج هعمله عالكوت ده قبل ما ما يتفنش. اولا خلينا انا عدل في الكمبلكسي هي سكوروتين. اخر تشينج اللي انا هخلي الاي تبدأ من اتنين. جوا اللوب دي واكتب الكوت ده. واحد زائد اي اند واحد. انا عملت ايه هنا? انا قلت له. اولا اي اند واحد دي. فورناو اعتبارها هي يا دوبك بس بتشوف الرقم اود ولا لا. لو اود هتبقى بواحد او ايفن هتبقى بزيه. فانا بقول له لو الرقم اود اجمع لي اتنين. ولو الرقم ايفن اجمع لي واحد. فاللكنين هيجمع عليها واحد فتبقى تلاتة والتلاتة هيجمع عليها اتنين فتبقى خمسة الخمسة هتبقى سبعة السبعة هتبقى تسعة فدي اللوب دي بتلف على الكنين والكل الارقام الود. فكده حتى الكنديشن ده انا ما بيتش بحفاجه. فده تكون بتاعي اللي انا هتستبيل رقم از برايم ولا لا. حد تاه منه اي حاجة الكنديشن ده عشان الكنديشن ده هو اللي احنا هنعدي عليه يجي خمسين مرة في النهاردة. بتاعت الكنسترين اللي انا مشاور عليه صح صحيح اسلام? طبعا. احنا دلوقتي اه تخيل اللي انا عايز اشوف اه الكون بتاعي بعمل ايه? كمسك الرقم? اللي هو عبارة عن اكنين في تلاتة. تنين اه خليها خليها اكتبقي هاي دي اكنين في اكنين. في تلاتة. ده الكناشر. الكنديشن دي هو عبارة عن اللي هو بيلف على كل الارقام. من صغير الكبير بيشوف هل الكنقتنديشن. الكنين دي جزء من ناهو ولا لأ? الكنين جزء من ناهو لا? التلاتة جزء من ناهو لا وها كزا. انا حرفيا بلوب على ارقام اكنين. تلاتة. خمسة سبعة تسعة وها like بشوف هل الكناشر بتقبل الاسمه على الرقم ده هالي لأ. في حالة اللي انا لقيت رقم بقبل الاسمه بترمينات على طوله بقوله رقم ده مش براين. لو ملقتش لحد ما وصلت للان يبسعيتها الرقم ده براين. احنا عايزين بنشوف الورست كيس لللوب بتاعتنا هتعمل ايه? انا شايف ان الورست كيس لللوب بتاعتنا مبدئيا لما يكون عدد الارقام دي صغيره. ليه? لان لو عدد الارقام دي كبيرة الارقام ذات نفسها تبقى صغيرة. الكناشر ده اكنين في اكنين في تلاتة. فالارقام دي كلها اكنين والاكنين والتلاتة دور ارقام صغيرة جدا. ليه? لان عددهم كبير. فانا عايز اقل العدد الارقام دي. فتخيل اللي انا معايا رقم ام. الرقم ده هو عبارة عن ايف بي. بس ايف بي بس. فاللوب بتاعتي المفروض كفاية عليها قوي اللي هي تلف لحد الصغير اللي من دول. ليه? لان هي اول ما هتوصل الصغير اللي من دول? هتترمينيت. هتتشك عليها هتلاقي بي قبل الاسم فهتترمينيت. ازاي? تفكر لي. فعايزك تفكر لي في رقم للاي والبي يخلي اللي اكنين يكونوا اكبر حاجة ممكن. انا عايزك تكبر لي الاي قد ما تقدر وتكبر لي البي قد ما تقدر بحيث اللي يكون الدرب بتاعهم بيساوي الام. ايه هي الفاليو اللي تخليهم اللي اكنين اكبر ما اي يمكن. لو قلتلي مثلا واحد في ام. هقولك ان ده برا. اصلا. فمش هاخدها انتو كونسدريشن. لو قلتلك الكنين في ام مع الكنين. هقولك الكنين دي هلاقيها في سرعة وي. لو قلتلك تلاتة في ام مع التلاتة هقولك التلاتة هلاقيها في سرعة وي. فاحسن حاجة ايه? انك تقول لي ان الام دي هتساوي سكوير رود ام في سكوير رود ام. ده اكبر حاجة هوصل لها في الاخر. فانا عشان كده هلوب على كل الارقام لحد الاسكوير رود. لو ملقتش الاسكوير رود حتى ولا حتى الاسكوير رود معي. لو لو لفت على كل الارقام لحد الاسكوير رود ولقيت الاسكوير رود ذات نفسه ما بيقبلش الاسم يبقى خلاص كده انا مش محتاج اعمل اكتر من كده. اكتر من كده هيبقى الرقم عبارة عن عن واحد ام. ده الكفاية بالنسبة لي. اللي انا هلوب لحد الاسكوير رود. اول موصل الاسكوير رود هترمينيت. وده اللي بيتست الاسكوير رود. ليه? ودي الاي النحية التانية خد اسكوير رود بتاع الطرفين هتبقى هي بتاعدي. فانا هلوب على كل الارقام? لحد الرقم ده. الحاجة الوحيدة اللي اللي انا محتاجها اللي انا اقول له لو لو الان بتساوي الواحد او الان بتساوي السفر ساعتها اللي ده مش برعب. لان احنا عاملين للواحد والسفر اللي هم مش برعب. عشان دول مش هيدخلوا في الفلوك دي. وصلت الفكرة حد عنده مشكلة في كود ده. هل حد عنده مشكلة في في الكود اللي هم انتفدت ده? اخر حاجة بسي في الفور معلش. اه اللي هو اي اي زي اي ده ده? دي? ايوة. تمام. انا عايز الكود بتاعي يعمل ايه? عايز الكود بتاعي يلف على الكنين والارقام اللي قد كلها صح? ليه? لان الكنين هي الوحيدة اللي هي الباقي كله قد برايمس. فايه اللي خلينا لف على كل الارقام? انا ما بغزاش. احنا ممكن نكتب كل كده. عادي جدا. بس انا بقول لول الكنين دي كان هيبقى لاحسن لك انك تعدى على القدس بس. فانا عشان اللي لا. لو قد بيرجع واحد. لو ايفن بيرجع صف. took انا بقول له هنا لو الرقم ده ایفن اجمع واحد زايد واحد يعني اòngصرا لو الرقم ده اجمع صفر زايد واحد. اللي هو اجمع واحد. فاللكنين هتبقى تالت. لو الرقم ده قد. لالاي بقط. ساعتنا انا بجمع واحد زايد واحد اللي هو بجمع كنين. فالتلاتة هيجمع على اطنين فهتبقى خمسة. خمسة هيجمع على اطنين. هتبقى سبعة. واقعت فمتي? بس فده التست بتاعنا اللي احنا هنتس بيه هل الرقم برايم ولا لأ? خلينا ننتس اول عشرين رقم يا سيدي. اهو. السفر مش برايم. الواحد مش برايم. الاتنين برايم. التلاتة برايم. طبعا مش برايم. خمسة. وهكزا. تمام? فدي اول بالنسبة لي مهمة في موضوع تحوارة كله اصلا. اللي انا عايز اعرف الرقم ده برايم ولا لأ? لان في حاجات كتير بحتاج اعرف فيها الرقم برايم ولا لأ? ممكن ويحنا بنحل مسائل نكتشف الموضوع. بس خلينا ندور على تاني حاجة مهمة بالنسبة لي. تاني حاجة مهمة بالنسبة لي هو اللي انا اعرف. آآ خلينا نقول. بعضها ده. خلينا اقول بالوقتي تخيل اللي انا معايا رقم. وانا عارف اللي هو مش برايم. اللي هو مسلا عارف الاتناشر دي. هي عبارة عن اتنين في الاتنين في تلاتة. وانا عايز اعرف ايه هي الارقام دي? يعني عايز افاكتورايز الرقم. عايز افاكتورايز رقم معايا. عايز ادور على طريقة افاكتورايز بها الرقم. انا عندي طريقة انشالي. الطريقة بسيطة جدا. طريقة كل الناس هتطافق عليها. هلف على كل الارقام بالترتيب. يعني هلف على كل الارقام حرفين. واقول هل الاتناشر بتقبل اماع لكنين اقل اتناشر بتقبل اماع لكنين يبقى الرقم بتاعي الاتناشر دا عبارة عن الisa Iologist. انا دلوقتي انا دلوقتي معايا لكناشر. تمام? زي ما احنا باقرق زمان واحنا اه في التداء ارافيا انا معايا continuously وعايز اعرف الكناشر دي يتسوي ايه ف انا هجرب. هل الاثناشر بتقبل اسم على الكنين? اقل الاخناشر بتقبل اسم على الكنين. وهيتبقى كام ستة? هل الستة تقبل اسم على الكنين? ايو الستة بتقبل اسم على الاكنين. والتبقى كام? تلاتة. هل التلاتة بتبغي اسم على التلاتة? لأ. هل التلاتة بتبغي اسم على التلاتة? اه. ويتبقى واحد. اول ما يتبقى واحد يبقى انا كده خلصت. ويبقى دول هم الارقام بتاعه. ده حرفين اللي احنا كنا بنعمل في اتدايا. تعال لا نعمل موضوع ده اللي احنا بنعمل في اتدايا واحنا بزيانا فنشوف الكود بتاعها هيبقى شكل عامل ازاي? انا اخلي الفنكشن بتاعتي ترجع واسميها اخد رقم معين وهو ده الريتورن بتاعي ده اللي انا هبوش باك فيه بتاعتي خلينا حرفيا نعمل الفكرة اللي احنا قلنا عليها انا هلف على كل الارقام بداية من الكنين لحد الان. خلينا. ماشي خليها هلف على كل ارقام من الكنين لحد الان. اصغر من او يساوي الان. ومش بس كده. لا كمان انا ممكن استخدم الحتة دي. ليه انا ممكن استخدم الحتة دي? لان بس. فانا مش مهتمة يلف على الارقام اللي مش برايم. لان الارقام اللي مش برايم زي اللي اربعة هكون قسمت على الكنين مرة ايه? فانا اصلا واحنا بنفاكتورايز الطبيعي خلينا اشير سنين احسن عشان قدر اعمل التكاب اصرع. او. اه وانا بفاكتورايز الطبيعي الارخام اللي انا بختار اقسم عليها على طول بتبقى برايمز. فالكود ده محتاج يلف على ال برايمز بس. بما ان ما فيش طريقة سهلة الف بها على ال برايمز انا ممكن الف على الكنين. عشان على الاقل قلل اللوب دي شوية. فده حاجة اللي بقسة به. وبعدين هقول له ايه? هقول له طول ما الان بتقبل الاسمة على الاي. طول ما الان بتقبل الاسمة على الاي. دفلي الاي. دفلي الاي سوري في اه في بتوعي. وشيلد الاي من الاي. عنده مانع في القود ده. اضليني اتساوي فكتورايز الاي. اآ اكتورايز الاي وخليني هنا اقلي مسافة. بعد كده خليني اطبع الحاجات اللي في الفيكتور فهقول له في الفيكتور لو اي سنتاجس انا كتبت مرة انتم مش فاهمينه حد ينبهني بس. ده هيتبع لي الرقم وهيتبع لي الفاكتورز بتوعه على طول. امم تونتاشر اتنين في تلاتة في تلاتة. ستاشر اتنين اتنينات كلها. تمانية اتنينات كلها. ستة اتنين في تلاتة. قد بيعمل ايه? بيلف على كل الالفاق. تعال ان انتميزر بنفس الفكرة دي بالضبط. وحرفيا هكتب نفس الخود بتاعها. ايه هي? دلوقتي? خلينا نجرب نكتب آآ الكود ده. يعني انا انا عايز في اي لحظة? خلينا دلوقتي نقول مسلا اللي انا عايز اشوف الرقم سبعة في تسعة. سبعة في تسعة ده بكام? انا مش حافظ جادورة بالصراحة. آآ سبعة في تسعة في تلاتة وستين. اهو انا عايز رقم تلاتة وستين ده. وعايز اشوف التلاتة وستين دي افاكترايز. فخلينا نبدأ. تلاتة وستين. اول حاجة الكود ده هيتصفى عليها هي الاثنين. مش هيلاقيها بتقبل الاسم. وبعكها هيجرب التلاتة. تلاتة وستين. على التلاتة وبعكها هيجرب التلاتة تاني. ليه? لانه هو جوة فهيجرب التلاتة تاني. التلاتة هتطلع سبعة. انا عايز في اي لحظة لو انا عارف ان الرقم اللي مبقى ده Brime. يبقى انا نش محتاجة اكمل اللوب ليه الاخر? واحنا بنعرف الززاي اللي احنا. الرقم اللي مبقى معانا Brime. احنا بنعرف ان الرقم اللي مبقى معانا Brime. لو كل الارقام اللي اصغر من ال Ruth بتاعته مابتقبلش الاسم. فانا مش محتاجة اكمل اللوب لحد اخر الان. انا كفاه علي ان انا اوصل لحد ما ال رقم اللي مبقى ده. يكون اه يعني الحد ماخد رقم انا تستيطي عليه اللي هو التلاتة تكون اكبر من او تساوي السكورلوت بتاع السبعة اللي انا بتستيطيه. فلنفس السبب اللي فوق انا برضو مش محتاج اعمل غير غير كسي. ساعتها اللي هيتبقى الاناية اللي هتتبقى دي. هي اللي اسمه اي ده. هي اللي متبقي في الاخر. اللي هي السبعة. انا مش هكمل لحد ما اوصل للسبعة وتستهوى بوشبكة. لأ. انا دو كل اللي انا محتاج اعمله هنا اللي انا اقول له بوشبك الان اللي متبقى ايه? لان الان دي انا متأكد مية في المية اللي هي براين. الا في حالة واحدة بس. ايه يا الحالة دي? لو كان الرقم ده واحد بس. فتعال نرن الكود ده. او. لو الرقم اللي اتبقى واحد هو بيضيف. تكنيكي ده مش غلط. بس انا مش عايز اضيف الواحد لان الواحد ما بعتبروش فاكت. فتعال نشوف السبتاشر عمل ايه? سبتاشر عمل ايه? سبتاشر اسم على الكنين. واسم على الكنين. واسم على الكنين. واسم على الكنين. وبعاكد بقى له واحد في الاخر. فانا كل اللي انا محتاج اقول له هنا ان لو اللي انا اكبر من الواحد ساعدها بوشبكة. حد تاهميني في حادتها في الفاكتوريزيشن? ماشا. التايم كومبليكسي فوق سكوير روت ان او اظن اللي احنا اللي كم متفقين هنا. تمام? التايم كومبليكسي هنا هو 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 حرفيا سكوير روت ان زائد لوج ان. ليه لوج ان? وده هنعرفه قدام اكتر عشان عدد الفاكتورز بتاعت رقم مستحيل تزيد على اللوج ان. وعن بروف الفاكت دي بعدين. وليه سكوير روت ان? لانه ورسك السيناريو هيبقى الرقم بتاعي برايم وهيبقى الكود ده اكويفنانت الكود اللي فوق. هل انت رقم برايم ولا لا? فساعدتها اللوج دي هتلف سكوير روت مرة وبعد كده هيلاقي الان اكبر من الواحد فيبوش باك الان ذات نفسها زي اللي اللي حصل هنا بالزلط. عشان كاية الكمبليكس بتاعت اللوج دي ورس كيس سكوير روت. الكمبليكس بتاعت اللوج دي ورس كيس لوج ان اوبر اول لان عدد المرات اللي انا هعمل فيها بوش باك لفاكتور ماكسوم لوج ان. هبروف الفاكت دي بعدين. فسكوير روت ان زائد لوج ان اللي سكوير روت هي اللي تكسب فعشان كاية الكمبليكس بتاعت الكود ده برضو سكوير روت. تمام. رئيس برايم وفاكتور ايس. خلينا نعمل كمان. خلينا نقول انا عايز اجيب كل الارقام اللي بتقبل اللي انا بقبل اسمعليه. يعني انا معايا رقم ايناشر انا بحب رقم ايناشر. معايا رقم ايناشر وعايز اعرف ايه الارقام Camera اللي انけ مطلب الاناشر بتقبل اسمعليه. فالانتاشر تقبل اسمعليه ولا اتيبرا الواحد, الواحد, الاسمع الاكنيب. الاسمع الاربعة وعلى التلاتة وعلى الستة وعلى الستة وعلى الاؤنشر اظن لا. فدي الارقام اللي انا اللي عندي اللي انا عايزة الارقام دي هي حطها الارقام دي اسمه الديفايزورس. فانا عايز اجيب الديفايزورس بتاعت رقم معين. اوكي? ازاي اجيب الديفايزورس بتاعت الاثناشر? انا اجيب الديفايزورس بتاعت الاثناشر? عن طريق ابسط حاجة. من واحد. المرات دي من واحد. لحد الان. وبلس بلس كل مرة عادي جدا. جدا. بتست كل الرقم هنهو بيابل الاسمه ولا لا? ايه رأيكم في الفكرة دي? في حاجة ابسط منها? لأ. انا عرفيا هلوب على كل الارقام هشوف مين اللي بيابل الاسمه اصغر من الاثناشر. لان ما فيش رقم اكبر من الاثناشر. الاثناشر هتيابل الاسم عني. فانا هلوب على كل الارقام. تعال نكتب الكود ده سريعا كده. بكتور اف انت. بايزورس اف انت ام. اور انت. لفي من واحد. بحض اصغر من او يساوي الان. لو الان بتقبل الاسمه على الاي. بساعة هارت البوشباك الاي. بس. بس كده. ايه رايكم . دلوقتي. مش هنا? لو انا عارف ان اللي كنين. لو انا عارف اللي الاثناشر بيجب علي اسمه على الكنين صف? يعني انا عارف اللي الاثناشر بيجب علي اسمه على الكنين وبتطلع ستة. مش انا برضو عارف ان الكناشر بتبقى الاسم على الستة وبتطلع اتنين? يعني انا محتاج نص دول بس? انا محتاج دول بس. اكثر من كده انا مش محتاج. ليه? ليه ان انا الكناشر على الواحد هتطلع علي اتناشر. فانا اقدر مجرد ما انا عرفت ان الواحد انا عارف كمان الكناشر ديفايزر. اول ما عرفت ان الكنين ديفايزر انا على طول عارف ان الستة كمان ديفايزر. اول ما عرفت ان التلاتة ديفايزر انا على طول عرفت ان الاربعة ديفايزر. فانا مش محتاج كل ده. انا كفاية علي قوي اللي انا لوب لحد لحد نص الرقم. فاول ممكن نعملها هو اللي احنا هنلوب لحد نص الرقم بس. نلوب لحد نص الرقم بس واقول له لو الان بتقبل الاسم على الاي. دفلي الاي. ودفلي الان على الاي. الرقمين دول هم اللي كنين هيبقوا ديفايزرز. هلو? لا مش هلو. ليه? لان انا قلت ان عدد لان انا قلت ان ان ورس كالسيناريو. انا لما بجنريت دول انا بجنريت عن طريق اللي انا بلوب على الطرف الشمال واقول ايه هو الرقم ايه هو الرقمين اللي اللي ضربوه ما هيبقوا تنوش. يعني انا عارف اللي ضرب العمودين دول فبعد هيكون تنوش. فانا بلف على العمود الشمال بس. فانا عارف ان الواحد دي هلف عليها هيبقى تكملتها تنوش. عارف ان اللي كنين دي بلف عليها هيبقى تكملتها ستة. عارف ان التلاتة دي هلف عليها تبقى تكملتها اربعة. فانا بسألك نفس السؤال ايه هو اصغر رقم هنا? آآ سوري آآ ايه هو اكبر رقم? توصل له هنا يكون ضرب اللي كنندل بيساوي الاتناشر? او ضرب اللي كنندل بيساوي الام اللي انا شغال عليها وفي نفس الوقت يكون الرقم ده اكبر ما يمكن. اجابة السؤال ده هي هي. لسكوروت ام. فانا كفاء عليها قوي? اللي انا هلوب لحد اللي سكوروت ام. انا بدلا ما هلوب لحد الان انا هلوب لحد اللي سكوروت ام. وبدلا ما هلوب لحد اللي سكوروت ام. انا هوضي اللي بس لحد داني. تمام? تعال انجرب الكون دا ونشوف ايه المشكلة اللي في دلوقتي. مبدئيا هو شغال نسبيا. يعني ال 12 مطلع واحد اتنين تلاتة اربعة ستة اتناشر. تمام? انا كنت ناسي الستة وانا كتب لا. ال 12 مطلع واحد اتناشر اتنين ستة تلاتة اربعة. اهو في مشكلة صغيرة فيه اللي هو ما بيرتبش. بس مش مش قزمتنا دلوقتي. عايز ترتبهم صورتهم. عايز ترتبهم ممكن تبوش بك ده من الناحية التانية واتصورت مش مشكلتي خالص دلوقتي. مشكلتي الترتيب دي القوي بالنسبة لي. انا مشكلتي في الكيز دي. كتب لي الاربع مرتين. حد ايضا يخمن ليه هو كتب الاربع مرتين? حد اصلا تايه مني عايزنا اعيد حاجة ولا ولا مش مش مشكلة مش متأكدة منها قوي بس هي مرة تمانية ومرة تمانية على الاي فدت اربعة. اه هي ستة انا هنا الان بتاعتي بستاشر تمام? انا بقول له بشيلي الاي وبشيلي ستاشر على الاي. فحارفيا زي ما انت بتقولي انت عايزة تعرفي امتى اللي كنين دول هيصاوي بعض. فاتعلن اكتبها كده انا عايز اعرف امتى الان هتساوي الان على الاربع. عشان الحالة دي هي اللي انا عايزة ابوش بك مرة واحدة بس كيه. فامتى الاي هتساوي الان على الاي? لو كانت الاي هي بتاع الان. فانا عايزة اقول له هنا لو كانت بتاعتك هي الان انا عايزة تضيفها مرة واحدة بس. في مليون طريقة تعمل بها الحاجة دي. اول حاجة انا ممكن اقول لك هنا ان لو الاي في الاي لا تساوي الان بس عايزها بوش بات. وده لوحده كفاية. ده جود انا. ده تخلصني من الاربعات. عرفين انا بس مش عايز الرقمين دول يكونوا بيساوي بعض وانت بدشو. الحل التاني وهو شغال برضو ما فيش اي مشكلة فيه. اللي انا هشيلي اللي يساوي من هنا. وتستعلى على الرقم بنفسي. فانا هقول له. خلي الانت اي دي بره. خلي الانت اي دي بره لحظة ده. اهي. ويه لما تخلص شوف هل الاي هل الان بتقبل اسم على الاي ولا لا? هل هل الاي هي اللي سكروت ولا لا? فلو الاي في الاي بتساوي الان. بس عايتها رتس بتبوشباك الاطل. لو سعيتها بقول له بدل ما تحسب اللي سكروت طبيعي جوه اللفة لأنا عايزك تطلعهولي بره. استنى اخر لفة ما تعديش على كل الارقام لحد السكروت لا اعدي على كل الارقام اللي اصغر من السكروت. وتستلي السكروت بره. فده حل وده حل. اللي اتمنت سلام بس انا افضل ده عشان يعني اسهل شوية في الفيه. لو حقيا انا بتستهل الرقمين بيساوي بعض ولا ده. عاوزة ما كده. حد تاهميني في كل اللي احنا قلنا ده عشان لسه في حاجات كتير في الدفايز وشياني. بس اسنشري هنديسكوس حاجتين كمان وبعد كان نبدأ انه حلو. تعال في حد تاهم منه حاجة على هذالوقاتي. تمام. ده حد تاهم منه يسأل انا ما عنديش من عايد. اوكي. خلينا دلوقتي نديسكوس آآ مهم جدا. والصراحة يعني انا انا معرفش انا مجهز له مسائل ولا لا بس الالجوريزم ده يعني ما ينفعش نشرح. خلينا نقول دلوقتي انا عايز انا عندي مسألة في وسط المسألة دي انا حبيت اعرف ايه هي اللي فرينج معي. يعني انا معي الرينج. اللي هو مسلا من آآ من بداية الارقام خالص. من بداية الارقام لحد عشرة قصة خمسة. او عشرة قصة ستة كمان. انا معي من واحد لحد عشرة قصة ستة. عايز اعرف ايه هي الارقام. اللي في الرينج ده. فانا عندي حل تريبيا. لوب على الارقام. كلها. وتست بكل واحدة هلا هي سكور روت ولا لا. بتاعت انك تست كل واحدة هي سكور روت ولا لا? هي سكور روت ان. بالفونكشن اللي احنا كتبناها قبل كده. فهتبقى الكمبليكس بتاعتنا اوبر اول آآ ان سكور روت ان. فده كتير شوية. اللي احنا هنستخدم اس برايم كل مرة. ان سكور روت ان. في حالة العشرة قصة ستة. ده يدينا عشرة قصة ستة. ده هياخد حوالي عشر ثواني نصف. فده كتير اوي. بتاعي طايم لمي. فتعالنا نفكر في الاجوريزم تاني. اقدر اعرف بيه كل رقب في تمام. وفي نفس الوقت بتبقى الكمبليكس بتاعته اصغر من 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 سكور روت. فتعالنا نفكر في كده. آآ. معلش السؤال تاني بس اشمك بالسناكي. انا عايز في لحظة واحدة بس. اعرف. الرقم ده برايم ولا لا. وتقدر يتعملي تقدر يتعملي اي حسابات انت عايزها. بس في نفس الوقت عايز الكمبليكسي تبقى اقل من وتقدر يتعرف الرقم ولا لا في لحظة. اوتي? ده اللي احنا عايزين نحقق اودي بقى. خلينا نبدأ. دلوقتي انا قريدي عارف ان الواحد هجو برايم. اكي? خلينا نعمل نفسي محترم واسيوم ان كل الارقام اللي مش مشتوب عليها دي برايمز. كل الارقام اللي انا مش شاطب عليها دي برايمز. فنا. فنا هكاسيوم اللي الكلين والتلاتة والول اربعة والخمصة والستة والسبعة والسبعة والكزا كل دول دلوقتي. عنا倢 نلفه على الارقام بالترفيج. انا هبشي على الكلين. الكلين مفيش حاجة اثبتتلي اللي اها مش لحدâu دلوقتي. فانقوللو تمام. الكلين دي فعلا برايم. وبسبب اللي الكنين مش برايم كل الأرقام اللي بتقبل الاسم على الكنين مش برايم مش الكنين دي أنا خلاص عارفتها كل الأرقام اللي بتقبل الاسم على الكنين دي مش برايم الاربعة مش برايم الستة مش برايم التمانية مش برايم العشر مش برايم الاثناشر مش برايم فأنا هعمل لوب تمشي خطوتين خطوتين تشتب على الأرقام اللي بتقبل الاسم على الكنين خطوتين اشتب واشتب واشتب انا عملت ايه انا حرفيا مسكت الرقم اللي انا متأكد اللي هو براين شلت كل الرقم اللي بتقبل اسمعلي تمام يلا نكمل التلاتة وصلت للتلاتة التلاتة مفيش حاجة اثباتتلي اللي هي مش براين فهي فعلا براين تعالى انا اشتب على كل الرقم اللي بتقبل اسمع على التلاتة انا ابدأ من عندي تلاتة امشي تلات خطوات تلات خطوات تلات خطوات اشتب على كل الرقم فالتلاتة هتشتب على الست وبكاء اشتب على التسفل. وبكاء اشتب على ال 12. وبكاء اشتب على ال 15. وجسم. ال 4. ال 4 في حاجة اثباتت لي اللي هي مش براين. فخلاص اصطنيش انا قريدي عارف اللي ال 4 مش براين. الخمسة. الخمسة انا عارف اللي هي براين. ليه? لان ما فيش حاجة اثباتت لي عكس ده. فالخمسة احبقى عارف اللي هي 100% براين. واشتب على كل الارقام اللي بتبقى الاسمه على الخمسة. فانا هبدأ من عند الخمسة. امشي خمسة خمسة. اشتب على كل الارقام اللي قابل عها في الطريق. فالخمسة هتشتب على ال 10. وتشتب على ال 15. وتشتب على ال 20. وتشتب على ال 25 وال 30 وال 35 وال 40 وهكذا. ال 6. ال 6 دي مش براين. ليه? في حاجات بتتلي ليه? مش براين. السبعة. السبعة دي براين. عظم. اشتب على كل الارقام. اشتب على السبعة في اثنين والسبعة في تلاتة والسبعة في اربعة والسبعة في خمسة والسبعة في ستة والسبعة في سبعة والسبعة في تمانية وهكذا. وطول ما انا بشتب بشتب لحد ما اوصل للرينج اللي انا اللي هو ال N بتاعتي اللي هو انا عايز اجيب كل الارقام اللي في الرينج من واحد ل N. فبعد ما اخلص اكتشف في الاخر ان الارقام دي هي. تلاتة خمسة سبعة والحداشر والتلاتاشر والسبعة تراشر. حدا تاهميني الالجوريزم ده? حدا مش فاهم احنا عايزين نعمل ايه? انا حرفين نفس اللي انا قلته ده بالظلطة ولا انا هكتبه انا مش شكه بحرف زياني. تمام? اوكي. خلينا نكتب الالجوريزم ده. الالجوريزم ده اسمه سيف. فانا هعمل فنكشن اسمها سيف. دي هيبقى عندها الراي بره اسمها براين. خلينا نعمل كونست انت ان ان اللي هي اللي انا عايز اعرف فيه ايه هي الارقام اللي براين. خلينا نشتغل مسلا لحد واحد اي ست. اوكي? فانا هقول له مبدئيا اسم ان كل الارقام براين. فانا هقول له ممست تلي البراين بترو. انا بعمل اللحظة. ممست تلي الارقام كلها بترو. ممكن بدلا ممست تعملها بفلو. او تكتب هنا واحد. مش مش بارق معي بتكنيك دلوقتي. عايز تعملها بفلو. عايز تعملها بممست. عايز تقول لوب براحتك. المهم بالنسبة لي اللي الرقم ده براين. اوكي? فانا هسيوم اللي كل الارقام براين. معها ده. السفروا الواحد. دول مش براين. كل الناس عارفة اللي السفروا الواحد. مش براين. وبعد كين هعمل ايه? هقول له لفلي على كل الارقام اللي في الدنيا. بداية من الكنين. لحد لحد الان انا. لفلي على كل الارقام اللي في الدنيا. لو الرقم اللي انت واقف عليه ده دلوقتي. ما فيش حاجة اثبتت عكس كده. ما فيش حاجة اثبتت اللي هو مش براين. بس عايزة انا عايزك تعمل ايه? انا عايزك ترفلي. على كل الارقام. بداية من اي في اتنين. لحد ان. كل مرة تزود اثبت. كل مرة تعلم عن رقم ده اللي هو مش براين. بغض نظر عن الكمبليكسي. هل في حد حاسس اللي انا كتبت حاجة عكس اللي انا شرحتها? بلف على كل الارقام. بشوف لو الرقم اللي انا واقف عليه ده براين بشتب على كل الارقام. هل في مشكلة في كده? ماشي. دلوقتي تعال ان اوتوميز الكود ده. ليه عايزين ان اوتوميزه عشان الكمبليكسي بتاعت الكود ده ما شاء الله. ان في ان. ان سكوير. فده كتير قوي قوي قوي. فتعلن اوتوميزه. اول اوتوميزيشن. الناس بيحتاجة تاخد بالها منه? هو الحتة دي. مش وانا كاتب اي في كنين. مش وانا كاتب اي في كنين. معناها اللي الرقم بتاكد بيابل اسم على الكنين? صح? فهل انا محتاجة ابدأ تستعمل عند اي في كنين? لأ ما انا عارف قريدي اللي اي في كنين دي اه اتشطبت. عارف ان اللي اي في كنين. اه اعتبر الاي دي بخمسة مسلا. فاول حاجة انا هبدأ بيها هي العشرة. العشرة انا متاكد مية في المية اللي كنين شطابت? انا مش محتاج اي في كنين. لان اللي كنين شطابت على العشر. ومسلا وانا في سبعة. السبعة اول رقم المفروض اشطب عليه هو الاربعتاشر. بس انا عارف اللي كنين شطابت الاربعتاشر. فهل انا محتاج اشطب على كل الارقام دي? لا. انا محتاج اشطب على الارقام اللي انا متأكد او شاكك انها لسه متشطبش عليه. معلش انا ماخدش بالي. اه اسلام انت بتسأل ايه? في حد عند سؤال قبل ما اكمل طيب من احنا صراحة او اسلام او اي حد? اه اوكي فمبدئيا لو انا قلت لك اللي انا دلوقتي في الرقم سبعة ده. انا بشطب في الارقام بتاعت سبعة. تعالوا نشوف سبعة في كنين. اللي كنين شطبت عليه. سبعة في تلاتة. التلاتة شطبت عليه. سبعة في اربعة. اللي كنين شطبت عليه. لان السبعة في اربعة دي عبارة عن سبعة في كنين في كنين. سبعة في خمسة. الخمسة شطبت عليه. سبعة في ستة. اللي كنين والتلاتة شطبوا عليه. سبعة سبعة. لأ محدش خلص اشه طبعا ليه? فمين اول رقم? ايه هي بداية اللوك دي? اللي انا انترست بي. ايه هي بداية اللي انا من بدايته? محتاج ابدأ اشطب قبل كده انا مش محتاج اشطب. اول حاجة تيجي في الماكة ايه? وانا كاتب سبعة في سبعة هنا هي اول حاجة. لان اي حاجة اصغر من كده? العرقم اللي قبلها اشطبت عليها. فبزمتك لو انا اول بداية بتاعتي اي فاي. بداية بتاعتي اي فاي. وانا بنتهي عند الان ايه? مش كفاية علي انا مشي بحب ليه? لان اول ما هيبقى عند ساعتها دي دي اللي هتبقى الاول اول مرة لو دخلت فيها في الكونديشن ده الفول لوب دي مش هتشتغل. انا مش محتاج اعدي بعد لان اي رقم اعلى من اللوك دي كده كده مش هتشتغل. فاللوك مش هتعمل اي حاجة. فكفاية علي قوي اللي انا امشي لحد هنا. وامشي الفول لوب دي بالشكل منه. حد عنده مشكلة في الكود اللي انا كتبته ده? هل في حد تاهمني? انا هناضي على سيف هنا وتعلن تست. عارفيا انا تست عن طريق. اه برايم اف ال اي. هل هي برايم ولا لا? لو برايم هتبقى بواحد لو مش برايم هتبقى بصفر. اهي نفس الاجابات بالزبط. انا صعبة اللي انا اشرح لكم الكمبليكسي هنا بالزبط لان ده يعني مش مش عارف البروك بتاعها قوي صراحة. بس الكمبليكسي بتاع تسيف دي هي حوالي ان اه لوج لوج ان. يعني هي حوالي كده او او هي حاجة في المات اسمها لوج ستوفي. بس خلينا نقاس يوم حتى اللي هي ان لوج ان دلوك. فمجرد اللي انا بس عملت لوج ان لوج ان يعني هي انت تقدر تجيب راف الكمبليكسي عن طريق انك تقول ان اللوج دي بتلف سكوير روت وورسكي ستيراريو هلف هنا اه 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 مرة هلف اه على الارقام كلها ومرة هلف على نص الارقام ومرة هلف على على تلتة الارقام ومرة هلف اللي هي الا 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 الكمليكس دي. ليه ان اللوب اللي تحت تلف ثلاثات ثلاثات. إسمائها كمينات اكمينات، خمسات خمسات وهكذا. فتقدر تقول ان الكمليكسة بتاعتك هي حوالي كده. مش هي حوالي كده. فالسوميشن بتاع الإكسبركشن ده هو حوالي لين او حوالي لوق. فعشان كده بقول لك تقدر تعتبر ان الكمليكسة بتاعتك الكود ده إن لوق إ! rough estimation n log n احسن بكتير من n score root n فده improve حقفيا نسيف ده انت اول ما تعود بس تبقى في اي لحظة عايز تعرف الرقم ده prime ولا لا نادي سيف وبقى معاك قرية prime دي كلها مظهر بس في حاجات اكتر احنا ممكن نستفيد بها من سيف essentially خلينا دلوقتي نحل المسألة دي انا عايز اجيب الفاكتورز بتاعة الرقم اجيب كل الفاكتورز بتاعة الرقم في complex o وحنشوف الموضوع ده هنعمله ازاي دلوقتي بس عايز الاول الكل يقول لي ان الحد دلوقتي ما فيش اي مشكلة في كل اللي فات اصغل من اوتساوي انت بتتكلم عنها ماشي انا انا ما عنديش مانع بس هي هي كده كده اصغر من اوتساوي ده هتتحقق بس لو ده اللي سكوير روت فعلا وهو حتى لو كان لي يعني حتى لو عنده سكوير روت ساعتها اول ما هتوصل لاي فاي هتبقى ده قريدي بيساوي ال n n فحتى اللوق دي مش باكسس فانا بعتمد في الطريقة اللي انا بكتب فيها اللي انا مهتمش قوي بالتطوصيل الصغيرة دي واللي هو انا عايز اجيب على كل ال اللي اصغر من 10 او الستة فهقول له هاتلي كل ال ال اللي اصغر من 10 او الستة زيت فكر عشان رايح دماغي من فكرة بالزرط يعني ايه يعني ايه ده مش غلص ده صح بيش ايا مشكلة فيه بس اللفة الاخيرة دي اولا مش هتحصل الا لو كان الرقم ده اللي انت بتلف عليه اولا آآ لازم يكون آآ سكوير اصلا زي مسلا ستاشر زي ممكن ستة وخمسين كده لازم يكون حاصل ضرب آآ رقمين آآ تليس تقدبها وفي نفس الوقت حتى لو ده كان هيتحقق حتى لو هادخل في الكيس بتاعت اليساوي الكيس دي هتطلعني من اللوب عشان كاملهاش لازم اليساوي دي. قالني اقول لك ليه ما احطهاش في اللي تحت. لنفس السبب زائد اللي انا خايف هنا ايه اكسس او تباوت. ايه اللي ماشيني على الحروق روك كده طالما انا ممكن ازود الان ايه اللي حابة واكبر دماني. بس كده. حد عنده اي مشكلة. ده حد عنده اي مشكلة لحد دلوقتي آآ يكتب في الفشات او او يقول يعني. عشان احنا هنعدد في كود تعديلة صغيرة تخليه باورفول اكتر بكتير. بيعمل حاجات اكتر. اخر نداء حد عنده اي مشكلة. يلا بيعمل. تمام دلوقتي انا عايز سيف بدل ما يعلم بس عن رقم برايم ولا لا ايه رأيك يديلنا معلومة زيادة. يعني مثلا رقم الاثناشر ده انا عايزه يقول لي لكل رقم بدلا ما يقول لي هو برايم ولا لا انا عايزه يقول لي ايه هو اصغر برايم فاكتور عنده. وهنعرف فايدة ده بعدين. بس تعال انا نقول الاثناشر مين اصغر برايم فاكتور ليها الاثنين. الاربعتاشر مين اصغر برايم فاكتور ليها الاثنين. التاسعة مين اصغر برايم فاكتور ليها التلاتة. اللي اقول برضو السبعتاشر مين اصغر براين فاكتور ليها السبعتاشر طيب ده برضو هيسمحلي اللي انا اعرف الرقم براين ولا لا بس في نفس الوقت هيسهل علي حاجات قدام فانعايز بما ان الكنين بتشتب على كل الارقام اللي بتبقى اسمع الكنين فانعايز الكنين وهي بتشتب على الاثناشر تقول لا ما تشتبيش على الاثناشر لا الاصغر براين فاكتور الاثناشر هو انا مش التلاتة بتشتب على كل الارقام اللي بتبقى الاسمع التلاتة فانا هقول له لا اصغر براين فاكتور للتسعة هو التلاتة وهكذا فانا بشتب على الارقام عايز بادر مشتب على الرقم اقول مين اللي علم عليه مين اللي قال ان ده هو ده اسمه ايه ده الفاكتور بتاعي فانا هعمل انت اسمي الاراي مسلا واقول له بدل ما اثنين ستة هالي لأ عايز اكتف على الارقام كلها تحط اللي كنبو في الاي بتساوي الاي لانك هتأسيوم اللي هو براين فهتأسيوم لكل الارقام اصغر فاكتور بيه بل اسم عليها هو هو نفسها فانا ايوتا واقول لكم ايوتا دي بتعملي دلوقتي لو حد ما يعرفش دي اكوفلنت خليني اكتب بس موضف عيد هنا دي اكوفلنت للي انا اعمل فل لوب واقول له كومبو في الاي بتساوي الاي فاللي عايز يبص على الكمنتشم بتاعت الفانكشن دي يعملها بس دي حرفيا اكوفلنت للي هي فل لوب بقول كومبو في الاي بتساوي الاي بس كده فكمبو في الخمسة بتساوي الخمسة واحدة ده الفل لوب دي بتعمل كده واقول له ان الكنين دول مبدئيا الكمبو في زيرو والواحد الكنين انفالد وبعك هالفل على كل الرقم لو الرقم ده براين او بمعنى اخر لو الكمبو في بتاع الرقم ده هو نفسه اصغر فاكتور للرقم ده هو نفسه ساعت هلف على الارقم دي وبدل ما تشطب على الرقم قولي كومبو في الاي او اوفي الجي بتساوي الاي بس انا عندي مشكلة صغرنانة جدا 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 في الكود ده الكنين بتشطب على الاربعة والستة او خليني خليني اه هجيب لك مثال تانية احسن لحظة واحدة خليني اقول الكنوشة مثلا الكنين بتشطب على الكنوشة صح? التلاتة بتشطب على مين? التلاتة بتشطب على الكنوشة بداية من التسعة بتشطب على الكنوشة الاثناشر اتعدلت مرتين. فانا بما اني عايز هنا اسجل اصغر فانا بدل ما هسجل اللي بتساوي الال. لأ انا هقول له لو الرقم ده فاكر نفسه برايم. بس عاية هفوقوا وقولوا اللي انت مش برايم لا انا الفاكتور بتاعي. بس دي موضيفايد سيف. تعال ارن موضيفايد سيف. هيقول لي لكل برايم لكل رقم مين اصغر فاكتور لي. الكنين اتنين. التلاتة تلاتة. الاربعة اتنين. الست اتنين. التسعة تلاتة. وهكاسف. اول ما عملنا موضيفايد سيف ده بيوضح لنا حاجة حلوة جدا. ممكن نعملها بسهولة. وهي اللي احنا نجيب بتاع ترقبها. بسهولة جدا. ازاي? انا هقول لك فيكتور اف الانت. خلينا نقول فاكتورايز لوج. عشان الكمبليكس بتاعت الكود ده هتبقى لوج انا فاكتورايز. انا هقول لك اخد دي الرقم اللي انت عايز تفاكتورايز. معلش او انا انا مستمتش اللي فوق. اللون مضيفايد. اه تمام. طنشي الاف كونديشن دي لحظة احدا. اوكي? وهتلاقي اللي الكود ده هو الكود ده. كل الفكرة اللي انا بدل ما بسجل ان الترو هي عبارة عن واحد. اللي انا بمسلتها هنا. والفولس هي عبارة عن زيرو. لا انا بسجل ان الترو عبارة عن الرقم يكون بيساوي. عن الكمبوسيتف في الاي بتكون بتساوي الاي. فهنا انا بقول له الكمبوسيتف في الشيء بتساوي حاجة غير الاي. فكايني اللي انا بقول صفر. فده ما زلسيف. يعني بغض ده ناظرة ر Plaixo bigger بعمليه هنا. ده ما زلسيف بالزبط. هو ده بيعمل نفس كوده اللي فوق يعمله بالزبط. انا عايزه يعمل ايه بقى? انا عايزه لكل رقم كوفيلي بين اصغر براين فكتور ليه. وهناعرف ايضا بعدين. او هنعرف ايضا ده ده دلوقتي يعني. عايز لكل رقم يسجلي أصغر براين فكتور ليه. اصغر براين فكتور للعشرة هو الاثنين. صح. اصغر براين فكتور للتلاتاشر هو Stockholm. ليه? انت بدل ما تحط صفر بتحط الاصغر اصغر الرقم بدل ما يشتب بدل ما يشتب عليه بدل ما قولة برايم اوفيجيه بتسائه الصفر لا انا هحط اصغر برايم فاكتور اللي هو اللي بيشتب عليه دلوقتي مش ال ا دي هيا اللي انا ب fortunately دلوقتي وهي اللي انا عارف اللي هي برايم عشان اصغر برايم فاكتور اللي هو نفسها فانا بشتب على الناس بي انا بشتب على ال 12 بالكنين بشتب على ال 16 بالكنين بشتب على ال 18 بالكنين فانا بشتب على الناس بيت بس عشان خايف يكون الرقم ده اتشطب من برايم تاني قبلية فانا مش عايز اشتبه انا انا خلاص اللي بتشتم مرة بتشتم من اصغر واحد فانا مش عايز اشتبه انا فعشان كده بقوله لو الرقم ده اتشطب قبل كده لو الرقم ده ما تشطبش قبل كده ساعتها اشتبه انا اشتبه انا ودي لو مش فاهمها دي اكوفلانت بفور اه لتنين دول اكوفلانت ببعض السطر اللي انا اعمل له كومنت والسطر التعايير لتنين دول بيعملوا نفس الحاجة يا دوك دي بس في قبلت انه بتعمل بتعمل هل كده فيها مشكلة بصوا انا فهمت الفكرة بس هو اللوب بس بتاع الجول حس ان انا متفاجأة شوية مني فليسة مقرؤة الوحلية اه طب فاهمة دي فاهمة سيف اه تمام انا فاهمة ان هو اكيد التاني تحت الماشي بس بصوا انا لسة في البداية شوية فعارف انت انت بتكير ما عندش اي مشكلة ما عندش اي مشكلة وليلي بس فاهمة دي في اي حاجة من لغبطاتي في سيف دي لا انا انا فهمها تمام تمام ايه الفرق ايه اللي احنا عملناها غيرنا خلينا بدل ما بشتب على الرقب انا بشتب على الارقام اللي مش براين بدل ما بشتب على الرقب بقول للرقب اذا بشتب عليه هو اللي ايه بالزبط بالزبط فطرناشي الاف كونديشن دي احنا هنقول الجملة دي تاني طرناشي الاف كونديشن دي انا كده انا فاهمها دوس انا فهمها اللي هو فكرة ان هو انا عايزة اصغر واحد اول واحد كان دخل ويشتب واللي التانية بس بحيس ان التاني ما جيش اشتب علي لو انا تشاطب قبل كده يعني بالزبط انا ممكن نعمل المثال ده على الارقام يعني بنستخدم حاجة زي كده ايه هقولك المتفايد سيف دلوقتي حالا ليه ابليكيشن ازاي اهو فانا هقول ان الواحد والصف دول ما لهمش حاجة فانا هحط سالب واحد اي قيمة انبنت اللي كنين كل رقم هأسيوم اللي هو براين عن طريق اللي انا أسيوم ان اصغر براين فاكتور ليه هو انا تمام وبعد جد الاتين هتشطب على بقية الارقام اللي بتق statistically على الاتينكيشن انا هتشطب على الاربعة وعلى الستة وعلى التمانين وعلى عشرة وعلى الاثناشر بتكتب مكانهم اتنين بحلي انا اكتبهم بالآ بلا آآ تكتب مكانهم اتنين 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 It 3 واضح اللي هي ابراين ليه؟ ly أن اصغر براين فاكتور ليه هو نفسها. فالتلاتة هتشتب على. بداية من التسعة والتنوشة. بس الاتنوشة همشتوب عليها قريد. الاتنوشة همشتوب عليها قريد زي ما مكتوب في ساطة ربعة وستية فانا مش هشتوب على الاتنوشة. انا هدوبك بس هكتبتلاتة هنا. وهكزا قدامي. الخمسة براين. فهتشتب على الحاجات اللي بتبقى اللي اسمعها الخمسة. وهكزا. هل ده وضح لك الصورة اكتر سيكة? اوه تمام تمام. بس هقولك بس هو انت كتب شرط بتقول نواقف او في جي بتسوي سوي جي. انا فاهمة نواقف فوق في المثال. انما مش فاهمة سواني هو جي او في او. الجي ده الرقم اللي انا بلف عليه بشتوبه دلوقت. ده الرقم اللي عليه الدورية. فانا بقول له لو انت متحطبتش قبل كده. معناها ان ان اصغر براين فاكتور ليه? انت فاكره نفسك. صح صح. تمام. عشان تحطه يعني في الاول ان هو هو نفسه. تمام. شكرا مني. تمام. بنستخدم ده في ايه? احنا دلوقتي عارفين اصغر براين فاكتور لكل رقم. تعالى حاول نفاكتورايز الاربعتاشر. احنا عارفين الاربعتاشر بطيبق اللي اسمع الكنين. لان بالسبعة. اطلع بص ابدأ لالسبعة. السبعة. السبعة اصغر رايين و هو السبعة. فالاربعتاشر اعرفت ان اللي الاربعتاشر بتس לא�تنMel? ليه? بدور على وطيارة. يتبقى لي رقم تاني. ادور على وطيارة. وهكذا فتعلم نكتب code انا هقوله while ان الان اكبر من الواحد لان الواحد هو اللي مالوش definition لاصلا factors طول ما الان اكبر من الواحد ده اللي انا هفضل شغال فيه بقوله ايه بقوله vector of the int red dot pushback اصغر prime factor leak وطيار ارايك في الكون ده لكل رقم زي مثلا خلينا ال 18 بضيف ال 2 واقسم ال n على ال 2 فال 18 دي بتبقى كان بتبقى 9 مصر اضيف الثلاثة واقسم التسعة على الثلاثة اضيف الثلاثة واقسم الثلاثة على الثلاثة ال n بقت اصغر من او تساول واحد واخرج من ال look بس ده فايدة modify it c غير modify it c ما قدرش اعمل الكود ده الكود ده بفاكتورايز في log in جاية منين فكرة اللي هو بفاكتورايز في log in او انا عارق خمنت ازاي ورسك السيناريو هيبقى الرقم ده بيقبل بيقسم عن ال 2 بيقسم عن ال 2 بيقسم عن ال 2 فكل الفه مستحيلة اصغر من ال 2 لو بقسم عن ال 2 بقسم عن ال 2 هتمكون عاملة هتم Live زي الوقتية. الان. تمام? الان ده انا هقسم على بتاعه. على اصغر مين اصغر في الحياة ممكن اقسم عليه? الاتنين. حلو. وبعا كيانة بقسم على اتنين تاني في اللفة اللي بعدية. وبقسم على اتنين تاني في اللفة اللي بعدية صح? فانا بقسم على الاتنين بعدد اللفات. بحيث ان الكي دي هي الكمبليكسي بتاعتي. صح? او انت عشان اسوق احد ما داي بقى بيساوي واحد ان بتساوي باركت يبقى كي بتساوي لوجي لان فاهمتي يا سارة تمام تمام اوكي تمام خلينا نعمل حاجة فور فن بس كده انا عايز الكود بتاعي ما يعملها اللي هيفاكتورايز ده يفاكتورايز بطريقة لذيذة شوية يعني خلينا نرن الكود الفاكتورايز ده بس سريعا بتساوي فاكتورايز لوجي وبعد كده اه 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 هي الكود اللي تحت حقنا خليه بس يعمل كده لو هو يعرض لي عشان حتى اتأكد اللي هواش ده لجي تمام انا عايزو يعمل لي حاجة بس سريعة كده ممكن السفاد بيها بعضين انا عايزو يقول لي بدل ما يكتب لي تلات كمينات يقول لي كمين بار تلات وعايزو يقول لي بدل ما يكتب لي اربعة كمينات يكتب لي كمين بار اربعة انا هعدل هنا يعني انا ممكن اعمل نفس الاكتشن ده بحيث الكود اللي فوق يعمل كده برضه فاكتورايز اللي فوق بس انا الصراحة مهتم اللي انا اعمل كده في الفاكتورايز اللي تحت اكتر يعني مش لسبب معين قد ما الكود اللي تحت ده انا بكتبه الصراحة اكتر من اللي فوق يعني فخلينا برضو نكتب كود تاني دي فاكتورايز بس فاكتورايز خلينا نسميها فاكتورايز 3D اي فاكتورايز 3D عايزها ترجعلي بير وفينت وينت في حيث الرقم ده متكرر كمر كل رقم متكرر كمر ده اللي أنا خليها ترجعه في الان ف أنا ممكن أعمل كده عن طريق اللي أنا أقوله هاتلي الرقم اللي عليه الدور دلوقتي هاتلي الرقم اللي عليه الدور دلوقتي أنا كده بس غيرت ترتيب الكوت بس إسيكة بس بيعمل نفس الـ action هاتلي الرقم اللي عليه الدور وطول ملئن بتقبل الاسمع على الـ current وأكيد هي هتكون بتقبل الاسمع على الـ current أو اللفة ليه؟ لأن الـ current ده هو كومبس البتاعي فأكيد الـ n بتقبل الاسمع عليها أول لفة فطول ما الـ n بتقبل الاسمع على الـ current هتعمل ايه؟ هتقول plus plus count وطيل الـ current وطول ما الـ current بنقبل وحكاها وحكاها الـ current والـ current وانا شو بيكون ده بيعمل آآ ماشي دلوقتي أنا دخلي مسلا آآ اتنشر تمام؟ الـ current هيساوي كومبس البتاع الـ اللي هو الـ والـ count هيكون بيساوي صفر او خلينا أكتب الصفر هم واسم الـ n عال الـ هل ال N بتتبقى الاسمه على الكنين ايوه ال N بتتبقى الاسمه على الكنين زود الكنت واسم ال N على الكنين. هل ال N بتتبقى الاسم على الكنين? لأ. يبقى ضيفي الـ 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 البور بتاعها الكنين. وضيفى لـ الـ الـ ال أورج colinl بيكبه الاط Singapore عليها مرة يقضي. اللي هي اتنين باور اتنين هنا. دفل اللي هي اي رايكو في الفكرة دي? حد عنده اي اعترد? انا هنازي دي هنا. وهقول له خليها واتبع الفرز باور السكرة. في التسعة عشر هي عبارة عن تسعة عشر قص واحد اللي اتناشر عبارة عن اكتنين قص اكتنين في تلتة قص واحد وهكزي. تمام? حد عنده اعترد ده السريع اللي انا كتبته ده? حسنا هندخل منه على اكتوبك اللي على طيب. حد عنده مشكلة? او حد عنده مشكلة ايقوش? معلش انت عامل بير جوه الفيكتور صح? ايوا. معلش لو راسمه بس يعني موبا بيقامش ازاي جوه? الفيكتور بيبقى يعني توضي منش المساعة? اه لا الفيكتور بيبقى حرفيا انه جوه جوه رقمين بتاكسيسي الاول بدوت فرست? وبتاكسيسي التاني بدوت ساكن. عارف او بي? عارف او بي ولا ما تعرفش او بي? لا. ماشي مش مشكلة. انا انا ال بير ده هو عبارة عن داتا ستركشور جوه رقمين. الرقم الاول باكسيسي بدوت فرست والرقم التاني باكسيسي بدوت ساكن. وي كاني حرفيا عامل تو بيكتورز اللي كنين تحت بعض. وهنا بدلا ما بوش باك مرة واحدة هبوش باك مرتين. اوعبوش باكة في الاول. بس الفاكرة اللي هما الى اchnetين بيبقوا لازقين في باحض. بيبقى جوه الفيكتور بالشكل دة كدة. بيبقى جوه الفيكتور الى اِين واحد ده الالتي لعندها الدقة الاستث phải hospitals. الشكل دة هي hand ده understood. الى عند الفيكتور واحد يبقى بالشكل دة كده مصلا. بهذا اللي بيبقى جوه الفيكتور. بعد ما بضيف الفيكتور بالشكل ده بضيفهم حرفية بالشكل اللي انا وصفه لك ده ببقى عايز دلوقتي ألف عليهم فانا بقول له بالفور ايتش لوب دي لفلي على كل الحاجات هنا انا بقول له لفلي على كل الحاجات اللي جوه الفيكتور وحطها في البي في البي ده عبارة عن الشكل ده فبقول له هاتلي الفيرست اعمل لي علامة القص وهاتلي الساك econ عشان كابي يطبع في الاخر اتنين براء اتخيلتيا تمام تمام آآ أوكي تعالja ندخل بالموضوع ده على شوية مات بقى كفاية كده كبت انا هقول اللي اتناشة دي عشان هفعين بيحب الاتناشة قوية اللي اتناشة دي عبارة عن ايه عبارة عن اتنين بار اتنين في تلاتة. ايه الديفايزرز بتوع الاثناشر? الديفايزرز بتوع الاثناشر هما الواحد والاكنين والثلاثة والاربعة والستة والاثناشر. هل حد يقدر يبصلي على الشكل ده ويخمنلي عدد ايه عدد الديفايزرز انا عايز احسب عدد الديفايزرز. مش مهتم بايه هما? انا معايا رقم. معايا بتاع واقضى احسب بتاع وحايز عرف عدد الديفايزرز بتاعها. طبعا نكتب الاربطان دي بشكل حد. شوية. الاثناشر دي عبارة عن اتنين بار اتنين في تلاتة. بار واحد. الستة دي عبارة عن تلاتة في اتنين. الاربعة دي عبارة عن اتنين في اتنين. الثلاتة دي عبارة عن تلاتة. الاثنين دي عبارة عن اتنين. والواحد عبارة عن ما فيش. هل حد عنده مانع لو انا كتبت كده? ايه يا دوق بس كتبت الارقام. حتى لو كانت البارسك. فدول? هل دلوقتي بقى اوضح ازاي اجيبهم من هنا? اللي اتنين? يا بتاخد يا صفر يا واحد يا كنين. والتلاتة بتاخد البار بتاعها يا صفر يا واحد. بس. ايه رأيك? عشان اجيب عدد الديفايزرز هجيبها بالطريقة الحلوة. انا اجمعły واحد. واضرب الارقام دي كلها بالبعض. جاية منين? جاية من الديفايزرز هما كل اللي انا اخد من اللي اتنين بور اتنين في تلاتة. فاتنين بور اتنين في تلاتة انا عايز اخد منها صفف. فانا يا اما هاخد ولا كنين. سيرو كنين. يا اما وان اتنين يا اما تو كنين. ففيه تلاتا احتمالات اللي ناخد اللي اكنينات بها. والتلاتة يا ماخدش تلاتات ياخد تلاتاة واحدة. ففيه طريقتين. طعلا نعمل رقم مش يعني يكون رقم بسيمبلز عشان نقل الكمية الارقم اللي انا كتبها. تخيل ان انا معايا رقم اكس ده بيساوي بي وان باور اي وان في بي تو باور اي تو. في بي ثري باور اي ثري. ده الرقم بحيث اللي بي وان و بي تو و بي ثري ده البرايمز. والاي وان اي تو اي ثري ده الباور بتاع البرامز دي في الريبريزنتيشن بتاع الاكس. دلوقتي انا عايز اعرف عدد اسمو اي ده. عدد الديفايزوز بتاعة الرقم ده. لأي سبب من الاسباب? ساعات حرفيا المسائل بتطلب منك ديريكتلي. عايز اعرف عدد الديفايزوز بتاعة الرقم ده. فانا عامل كده ازاي? هقول انا يا اما هاخد ولا واحدة يا اما اخد واحدة يا اما اخد اكنين. يا اما اخد تلاتة تاستك يا اما اخد اي 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 اون. فعدد الويز اللي انا اخد بها الموضوع ده هو اي اون. زايد واحد. في اي اي او. زايد واحد. فنمبر اوف ويز اللي انا اجيب عدد الديفايزور اه سوري نمبر اوف اه ديفايزورس للرقم ده هو ضرب الباورز بتاعت الريبريزنتشن بتاعته كل واحدة مجموع عليها واحدة. اي الرول حرفيا لو قريتها على وكيبيديا هتلاقيه كده. بيقولك ان عدد الديفايزورس اللي بيسميها دي اوف بي. آآ يعني بيسموها كده. لو هتريبريزنت الرقم عن طريق اللي هو ضرب بي اي باور اي اي. ده الريبريزنتشن بتاع الرقم ضرب كل الحاجات دي ببعض. يبقى عدد الديفايزورس هنا هو ضرب اي اي زائد واحد. يعني ده مثل جارجون شوية بس مفتوض يكون مفهوم. هل في حد تاه مني في اي حتة هنا عشان ده حفاين استنشار اخر حاجة هنهتم بها دلوقتي في في العالم الديفايزورس. طيب احنا نطلع بريك عشر دقايق. لحد الساعة آآ خمسة واربعين ديه. وخمسة واربعين ديه آآ الساعة خمسة واربعين ديه هنرجع آآ نكمل بقى في في الموديور الاريتماتيك وهنحل مساعدة. كي كده? خلينا نبدأ. آآ باللي احنا نحلم مسألة اللي انا بعت اللينك بتاعها في البريك. ايه مسألة بسيطة جدا حقا يعني احنا هننادي على الكوت. هو بيقول لك اللي انا هدي لك رقم. وعايزك تقول لي عدد الديفايزورس كان. اللي هو اللي انا قلت لكم عليه بالزبط. فعدد الديفايزورس هيكون هو الفانكشن اللي احنا انا هعملها آآ بعد ما ما نفاكتورايز كل الرقم. خليني افتح لكم فانا هنا هدي لك آآ عدد الارقام وكل مرة هدي لك رقم. تقول لي عدد الديفايزورس في ذاته كامل. فماقدرش اجيب عدد الديفايزورس بالكمبليكسي سكوير روت لانها ساعتها هتبقى الكمبليكسي بتاعتي هي عشرة اصى ثلاثة اللي هو سكوير روت عشرة اصى ستة فعشرة اصى خمسة وده كتير شوية. واحسن لي اللي انا جيبها بالطريقة اللي انا قلتلكو علي. اللي احنا نجيب عدد الديفايزورس بلوج انا على طريق اللي احنا نعمل مودفايت سيف وبعدها نفاكتورايز. تعال هنكتب الكون بتاع الفونكشن دي. انا هندي على مودفايت سيف. وبعد كده عدد بتاعتي. خلوب على الارقام. كل رقم هدخله وبعد كده عد عدد الديفايزورس بتاعتي. فهدخل الرقم اللي على الدور. الفونكشن دي. وي اللي هيطلع حرفيا هلوب على على الريت. هلوب على الريت. على البيارز بتاعها. بحيث ان الباور هو ده اللي انا هضربه في كنينة. خلينا نقول الانصر ده بيساوي واحد. انصر فيه ساوي زايد واحد. هل ده لأي حد? انا حرفيا الناديتة اللي احنا كتبناها قبل وخط من كل واحدة زودت على واحدة ودرقت. بسا وهي دي اللي كده بتاعها. خليني اصمت. تمام؟ انا هنا برضو بيقول لك sum of divisors انا عايز الاجابة بتاعتي عايز السم of divisors عايزك تحسب لي ال divisors بتاعي ترقم عناها الدهولة وتحسب لي المجموع بتاعهم بس تحسب لي المجموع بتاعهم مد العشرة واستسعة زائد سبعة. وهو ده اللي احنا نبدأ فيه في موضوع الاريتماتيك اللي هو انا عايز احسب معين مد عشرة واستسعة زائد سبعة. ليه اصلا بيديني المسألة بالشكل ده بيديني مسألة بالشكل ده. معظم الوقت اللي ان آآ الرقم ده بيبقى كبير او. فهو مش عايزه منك. فبيقول لك مد عشرة واستسعة زائد سبعة. فتعالنا نشوف احنا هنعمل كده الزيء. احنا دلوقتي معانا معين. وليكن انا محتاج. تخيل معايا اللي انا عايز احسب ايه? في بي في سي زائد دي في ايه? اه اه انا عايز احسب ده احسبه مد عشرة واستسعة ده سبعة. اوكي? فتعالنا نفكر. دلوقتي انا لو حسبت ده كله على بعضه وبعد كده خدت المد لو عملت حسبت الموضوع ده مد عشرة واستسعة سبعة الموضوع ده ممكن يوفر فلو مني. ليه? ليه ان الايه مثلا ممكن ديكون اخرى عشرة واستسعة. والبي عشرة واستسعة. والسي عشرة واستسعة. فالتلاتة دول في بعض مبدئيا هكي. اه هيوفر فلو في الانتجر. فأتليسة اضطر استخدم لونج لونج. بس لو كان الاكسبريشن اكبر من كده بكتير انا ممكن برضو حتى لونج لونج يوفر فلو مني. فانا محتاج طريقة اوزع بيها المد على العمليات الحسابية دي عشان اقدر اخد مد وانا ماشي. وانا بحسبها اخد مد. فتعالا ندور على الرولز اللي هتعمل دي. دلوقتي انا لو معايا ايه زائد بي? انا عايز احسب ايه زائد بي? واخد ده مد ام. ده بي على فكرة بيساوي ايه مد ام. زائد بي مد ام. الكل مد ام. واللي احنا بنعمله ده هو حرفيا اللي اسم موديرر اريزماتيك. اه موديرر اريزماتيك هو اللي انت تنتقل لعالم الام. اه انا هنا مجرد ما انا خدت مد للام معناها اللي انا شغال في عالم الام. اتا ممكن تفكر في المد ده ازاي? اتا ممكن تفكر في المد ده على اساس اللي هو ساعة العقرب اللي فوق مش يور عند اتنشر او الساعة سفر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر واتنشر هي هي السفر. فبالنسبة لي الساعة اتنشر هي الساعة سفر. الساعة تاوتاشر هي الساعة واحد. الساعة اربعتاشر هي الساعة اتنين. وهكذا. فلو انا قلتلك الساعة دلوقتي سفر. امشي خمس ساعات لقدام. وبعد كده امشي عشرين ساعة لقدام كأنك بالزبط مشيت خمس ساعات لقدام اللي هي خمسة مد لتناشر ومشيت عشرين مد تناشر لقدام فالمد بيتوزع عادي على الجنة دي اول رول انا مهتم بي ان انا لو عايز اجمع رقمين على بعض المد بيتوزع اليوم عادي جدا ما فيش اي عشر فمد خلينا نشتغل مد سبعة لو انا عايز تلتاشر زائد تلتاشر زائد تسعة ستين او خليها تلتاشر زائد خمسة ستين مد سبعة انا عايز احسب تلتاشر ده لو انا احسبه بالقالة من غير ما اوزع المد اللي هو في حالة اللي انا مش خايف من الوفرفلو اقوله تلتاشر زائد خمسة وستين مد سبعة بيطلع لي واحد بس انا هحاول اعمل كده عن طريق اللي انا وزع المد فاقوله تلتاشر مد سبعة ده بستة خمسة وستين مد سبعة ده بكنين كل الكلام ده مد سبعة ده واحد ليه لان ستة زائد اكتنين بتمانية ما مد سبعة بواحد فالمد بيقدر يجب توزع على الجامعة عادي جدا تمام اوكي هل المد بيتوزع على الطرح القاعدة دي هتمشي في الضربة برضو انا هقول الكلام ده كمان في وقت هل المد بيتوزع على الطرح ايوا المد بيتوزع على الطرح برضو ليه لانك ممكن تعتبر ان الطرح ده هو عبارة عن كلام ده مد ام فالسؤال دلوقتي انا لو قلت لك اللي انا معايا السالب تلاتة مد ام قول مسلا السالب تلاتة مد بيتناشر هل ده ليه معنى هل سالب تلاتة مد بيتناشر ليه معنى اه ليه معنى لانك انت ممكن تعتبر ان العقرب وايف عند الصف ورجع تلات خطوات عند الساعة احداشر عند الساعة عشر عند الساعة احداشر عند الساعة احداشر فسالب تلاتة مد بيتناشر دي كوفلان تماما للتسعة. فانت ممكن فالرقم ده احنا ساعد بنسميه نيجاتيف مود. ليه? لان هو انت الرقم هو نيجاتيف انت عايز تاخده مود. فتيكنيك ليه احنا لو شغالين في البوزة بس فالتسعة ده قيزة نفسها سليمة. فبايدة ويه لو احنا شغالين عايزي جدا انا ما فيش اي اعتراض الا انا اقول لك ان اه مسلا اه سبعة ما لاش سبعة خليها ستة ستة زائد واحد ده بيساوي سالب واحد مد سبعة بتكتب ساعات كتب ستة زائد واحد للسالب واحد في عالم السبعة مد السبعة ليه اه لا سوري اه خليها في عالم السبعة ليه? لان ستة زائد واحد دي سبعة والسالب واحد دي لو لفت لفة كاملة يعني زودت عليها تمانية هتبقى سبعة فاللكنندل بيساوبها. فاللكنندل احنا معظم الوقت بنبقى مهتمين بالبوزة في مد بس. فاحنا ساعتها في المسألة مسلا اللي احنا عايزين نحلها كمان شوية دي هو بيقول لك كالكولية الصم مدي له عشرة سبعة تيكنيك ليه المفروض تقدر تطلع على خمس سالب. بس هو في كل المسألة احنا بنهتم بالمد المجبس. فلو في وسط الحسابات تلقى لك سالب واحد محتاج تجمع تماني. محتاج تجمع المد بتاعكي. فلو انا دلوقتي مسلا. اه لو انا دلوقتي كنت شغال ووصلت مسلا تلاتة. اه لا خلينا اول نشوف سالب تلاتة مد سبعة. فزي ما قلنا سالب تلاتة مد سبعة دي بيتسوي كام? يا دوة اطرح من السبعة تلاتة. سبعة اللي عندي اه اعتبر اللي الساعة عند الصف. بس الساعة هنا سبعة اه ساعات بس. فصف. ستة. خمسة. اربعة. بس اربعة. فسالب تلاتة مد سبعة. ده المفروض يطلع اربعة. تعال اكده ندور في سي بلس بلس. سي اوت. سالب تلاتة مد سبعة. سالب تلاتة مد سبعة. السي بلس بس اطلعها سالب تلاتة. ليه? لان السي بلس بلس معترف عادي بالنجة تمد. بيسمح هو بالنجة تمد في النص. لو جربت الكود ده في البيسون. جربت الكود ده في البيسون هيلاقيه يطلع لك اربعة فعلا. لان البيسون بيسمح بالمد بس. ففي حالة انك معاك رقم بالسالب. قول مثلا بالسالب عشرين. وعايز تعرف الرقم ده بالبوصلة تمد بتاعه وقد ايه? هو طلع له هنا سالب ستة. انا مش مختلع بالسالب ستة دي. انا عايز انا عايز بدها بسالب ستة واحد. ليه? لان السالب ستة لو جمعت عليها سبعات هتبقى واحد في عالم السبعة. ليه? لان انا مسموح لي اجمع سبعات واطرح سبعات برحتي تماما في عالم السبعة. فانا محتاج اوصل للرقم البوصلة تمد. سالب عشرين مد سبعة. عايز تحولها. ممكن تعمل تكتب الفونكشن دي. خلينا نقول فونكشن اسمها. اه خليها حق تيمبليت. ايه? بوزيتف مد. تمام? ديها تاخد فاليو معينة. والمد بتاعها. وانا عايز احسب البوزيتف مد بتاع الموضوع ده. فهقول له ايه? هقول له خدلي الفي مد الام. خدلي الفي مد ام. اللي انا بس هحط القواس هنا احتياطي. ايه. خدلي الفي مد الام. بعد ما تاخد الفي مد الام. الرقم ده ممكن يكون سالب. فتعمل ايه? فاجمع لي ام. ما اسمح لك تجمع ام برحتي فانا اجمع ام. وبعد كده هاخد مد الام كده. الطريقة دي تضمن لي اللي الرقم ده على طول هيطلع البوزيتف مد بتاعي. اللي هو هيطلع هنا في الحالة دي. اه لا انستانة. الحالة دي هيطلع واحدة. هل في حد عنده مشكلة في المدة او في موضوع البوزيتف مد. طالما انا شغال في عالم مد كزا انا مسموح لي اجمع واطرح الرقم ده برحتي. فانا فانا باخد المد. واجمع امي عشان اتأكد اللي هو لو كان سالب يبقى موجب وبعد كياخد مدتين. حد تاهمني. معلش هندسها دلوقتي اه المرقة الفتاع اللي انت كان فاصل بس. انتو تتكرموا على المد دلوقتي سام? اه. طيب انت انت بتقول دلوقتي ان انا قاعد اضيف ام. ولا اضيف ام واحدة بس انت ما عندك ان هو يوصل للبوزيتف بس. انا عايزة يبقى بوزيتف. طيب مجرب ما انا اخدت له مد في السي بلوس بلوس. انا متأكد اللي هو بقى رقم صغية اصغر من السبعة بس ممكن يكون نيجاتف. فهو رجع لي هنا في الحالة دي سالب سي. بس انا عارف اللي هو اصغر من السبعة. ليه? لان النيجاتف مد يعني اه لان السي بلوس بلوس لو بصتي على بتاع العلامة دي. هو بيقول لك اللي انا انا دامن اللي انا رجع لك رقم من من سالب. انما انس وان. لحد انما انس وان. ده الرنج اللي انا برجع مني. او اللي هو ممكن اكتبها كده. من سالب ان لان. ده الرنج اللي انا هرجع فيه. فالرنج ده هو اللي انا انتريست بيه. فلو هو رجع لي بس الرنج الحقيقي اللي انا انتريست بيه لو انا مهتم بالنجاتف مد هو ده. فلو هو رجع لي رقم في الناحية السالب انا مسموح لي اجمع ام عشان اوديه الناحية الموجة. فانا بجمع ام. فحرفيا كل اللي انا بعمله في اله. كل اللي انا بعمله اللي انا بعد ما باخد مد بعد ما متأكد للرقم ده صغير. لو كان سالب بجمع ام. والمد دي مش هتعمل حقيقي. لو كان موجب هجمع ام ولما اخد ام المد ده هيبه. متخيلة معايا ولا ولا فيه مشكلة هولا? تمام ايه متخيلة. يعني سالب عشرين مد سرعة الاكسبوريشن ده هيطلع سالب ستة. حلو? سالب ستة زائد سبعة هيطلع واحد. واحد مد سبعة هيطلع واحد. عشان كده ده هيطلعت واحد. طيب. لو انا. لو انا عايز اعمل كده عشرين مد سبعة. انا عايز مد ده يشتغل الكنين. عشرين مد سبعة. عشرين مد سبعة ده هيطلع ست. هيطلع كم? اه هيطلع ستة. ستة زايت سبعة. ده هيطلع تلتاشر. تلتاشر مد سبعة ده هيطلع ست. فانا عامل المد الزيادة ده عشان تنفع للكنين. مش مجرد تنفع للرقم السالب بس. ده انا عايز اتنفع للكنين. فالمد الزيادة ده بيخلي الكنين ينفع. معي? زي ما المد بيتوزع على علامة الزيادة. المد برضو بيتوزع على علامة الماقص بس نخلي بالنا ان في سي بلوس بلوس ممكن نحتاج البوزيتف مد في حالة الارخام النجاة. ممكن نضطر نعمل الفورميلا دي عشان نجيب البوزيتف مد. لان سي بلوس بلوس ما عندوش منع جدا يشتغل في النجاة المد زعيش. اوكي? ويه لو جربنا هنلاقي اللي هو بيشتغل برضو في الدرج. لو انت قلت خمسة. بلاش خمسة خليها مثلا تلاتاشر. اتنين وعشرين. مد سبعة. ده هتلاقيه بيساوي بالزبط. تلاتاشر مد سبعة. ايه? اتنين وعشرين مد سبعة. الكل مد سبعة. وبحالة اللي انا خايف من الوفرفلو ممكن امد وانا ماشي. لو انا بدرب ارفام كتير جدا في بعضيها. زي في الجملة دي. لو انا بدرب ارفام كتير قوي في بعضيها. ممكن وانا ماشي قاعد امد. امد. لو انا عايز اضرب اي في بي في سي في دي. انا اعمل ايه? هقول له ايه في بي. خد مد سبعة. اضرب اللي جابه في سي. خد مد سبعة. اضرب اللي جابه في دي. خد مد سبعة. بس. طالح للمسألة دلوقتي. انا عايز اجيب الصم بتاع الديفايزرز. مد عشرة وستسعة لتسعة. فهو هيديني رقم واحد بس. بس اخر عشرة وستتناشر. اه انا حتى مش محتاج مدو فاي تسيب هنا. انا يا دوبك. هسكان اف او هسي ان الرقم بتاعي. لونج لونج. وبعاك انا دي على فانكشن اللي بت اه اللي بتديب الديفايزرز. بس اخليها بس تشتغل لونج لونج. عشان الرقم بتاعي بتاعه لونج لونج لونج. ودي ممكن تكون انت او لونج لونج. كده كده هي اخيرها الاسكورروت. اه فانكشن ديفايزرززي. انا هنديها هنا. ده هترجع لي فيكتور اف لونج لونج. اقدر ساعتها اللوب. على الفيكتور ده. ممكن نلوب على الحاجات ده جوابية. بتاع السيبلس بلس. الى الى الانصر. لونج لونج. انصر بسيسر. وبعاك ايه انصر. اكوال انصر زائد اكس. وخد مد بعد كل خطر. حيث اللي انا هعرف هنا المد. كونست. اه لونج لونج او انت. مد. يتساب واحد ايه تسعة زائد تسعة. بعد ما تاخد المد في كل خطوة سيقا وتنصر. كومبليكس بتاعت الكود بتاع الديفايزرز هي اه اه اوف اه سكورروت. فالكود بتاعي كله هيبقى الكومبليكس بتاعته عشاء آس 12. اللي هو عشاء آس 6. واللوب دي بتلف على الديفيزرز بتوعي. اللي هم scorريو. هيبقى كل لفة في الديفيزرز بتدفلي تو. كل لفة في الديفيزرز هي ماين الديفيزرز؟ كل لفة في الديفايزرز بتدفلي تو. فورس كيس هتبقى لو سكورروت تاعته. الى goneльıyه هو دلوقتي بس اه اه آه اه انا اكسه اه هو اه في مستك عندي هنشوفه بعدين بس بس اه قولي المشكلة الاول طيب هو اه دلوقتي اه 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 انا دخلت ونت بتقول علي موضوع السعة فدقريبا انت قصدك لو مسلا انت 13 فتبقى بالنسبة لها هي واحد وكده اه آه تمام الفايدة بقى هنا يعني في المودلس هنا في لما يكون الرقم كبير فهيا بتزوره فهيا كده مش بتغير من قيمته هي بتغير من قيمته ده حقيقي بس هو احيانا بيبقى الرقم كبير قوي وانت ومضطرة تشتغل في رنجة اصغر فبتضطر يتشتغل مد صغير لانه هو بيقولك انا مقدرش اسألك على السؤال ده تخيال اللي انت بتحسبي مثلا يعني بص المسألة دي اللي احنا هنحلها كمان شوية انا عايز احسب A power B power C A power B power C مجارب بس ما الارقام كبرت شوية يعني هتبري اللي كل واحد فيهم بتلاتة هتبقى ثلاثة باور ثلاثة باور ثلاثة اللي هي ثلاثة باور تسعة رقم كبير قوي قريدي اشحال بقى لما الاول بيكونوا بعشرة تسعة فالرقم ده بيبقى مهول فهو ما يقدرش يطلب منك متطبع الرقم ده بس عشان يعرف انت صحه على غلط بيعمل له حاجة زي الهاشل كده اللي هو بيحاول يموضل لرقم مختلف فانا بقول لك خدي بقى الاسم على عشرة تسعة السبعة ده قرار بتاعي خدي اشتغلي بقى الاسم على عشرة تسعة سبعة فهو ده اللي احنا نعمل احنا ناخد بقى الاسم بتاعة الصمة على عشرة تسعة السبعة ده هيغير قمت الصم بس هتكون يعني prediction كده اللي هو غالبا لو الاجابة بتاعة تتلعت نفس اجابته يبقى غالبا انا كنت صح تهمني يعني ايه اللي هو انا محتاج اللي هو اقل من الرقم من اقصى رقم وانت طمام انت مطلع ده كله صحي فانت اكيد في الكبير مسلا ان هيبقى تنمى. جالبا اه. هي الفكرة في ايه? اللي هو ما اقدرش اطلب منك انك تباعي رقم عدد الديجيز بتاعته مسلا مليار ديجيز. اكتير قوي. اصلا مش تعرفت يحسبيه. ما فيش ده تستركش هيشيله بسهولة. عشان. مش الفكرة تبقى عندك صح. اه. عشان اضمن اضمن انك صح. فانا هخلي الكود بتاعك يطلع الاجابة مد كزا. اه. تمام تمام. اوكي. انا شوف بقى المشكلة ايه هنا. اه هو بيقول. اه انا عايز مجموع اه لا دي دي المسألة دي اصعب من من اللي انا كنت متخيل فيها. انا شاكنا ما قاريت رشادي. بس يعني هشوف انا هنفكر فيه دلوقتي. بس مجرد اللي انا اجمع الديفايزرز دي سهلة. اجمع الديفايزرز ده. هو هنا انا عايزني اجمع الديفايزرز بتاعة كل الارقام اللي قبطه للرقم اللي انا هدده لك. اه انا هدي لك الان بكزا. انا عايزك تجمع لي مجموع الديفايزرز كلها. اه انا الصراح ما فكرش في المسألة دي بل كده احنا ممكن ندي لها عشر دقيقة تفكير لما وصلنش لحاجة هاحلها بعد السيشن وابعد لكل حاجة. اه تمام انا عايز اه سم بتاعة الرقم. فانا عايز اعرف السم بتاعة الديفايزرز كله. فمسلا لو هو قال لي الان بخمسة. فمعناها ان كل الارقام بداية من واحد لحد للخمسة. انا عايز اجيب الديفايزرز بتاعتهم. الخمسة هي الواحد في خمسة. بتاعت الاربعة هي الواحد. في الكنين. في الكنين اه لا هي مش ضرب ايه. ايه ولا تقاطي الاربعة هي واحد واتنين واتنين واربعة. بتاعة التلاتة هي هي واحد وتلاتة. وتاعت الكنين هي واحد في اتنين والدفايزز بتاعة الواحد هي واحد بس. دول بتاعة كل الارقام دي. فالاجابة اللي المفروض تطلع لي في حالة الان بخمسة هي خمسة. انت سبعة تبانية تسعة عشرة عشر. تبعتاشر تمنتاشر. آآ مفروض تاتعة عشرين صح? لأ واحد عشرين صح. خمس وحيد. بقية تلاتة اتنينات. يعني زي ستة. خبحت عشر. خداشرة وتلاتة اربعتاشر. اربعتاشر واربعة تمنتاشر. تمنتاشر وخمسة. ما انا فاهمي المسال غضب. مم. ولا انا بجمع الارقام غضب بسي. اه اللي اتنين هكتبها مرتين ليه? فيش اتنين هنا. هي بتاعة الواحد اه بتاعة الاربعة هي واحد واثنين واربعة. انا كتب الاثنين وارتين. آآ ماشي. فانا عايز مجموع الارقام دي. آآ. الارقام دي. دلوقتي انا عايز اعرف احسب اي باور بي وكمبليكسي قليلة. اسهل طريقة احسب فيها اي باور بي هي اللي انا اقول لك اي باور بي هتحسبها عن طريق اي في اي في اي في اي بي مرات. فكمبليكسي ساعتها هتكون هي كمبليكسي بتاعت البي. او في البي. تمام. انا هحاول دلوقتي نكتب سولوشن. هحاول اكتب سولوشن يكون الكمبليكسي بتاعت بتاعت الباور دي اسه. آآ تعال ان نفكر فيه. انا نفكر فيه. دلوقتي لو انا عايز احسب اكس باور آآ عشر. اكس باور عشر ده. مش ده بيساوي. اكس باور خمسة. الكل باور اتنين. او بلاش حتى ممكن نقول لا اكس باور اتنين بكل باور خمسة. اوكي? والاكس باور اتنين الكل باور خمسة دي. دي مش بتساوي آآ اكس باور اتنين. اكس باور اتنين. باور اربعة. مش ده بيساوي. اكس باور اتنين. اكس باور اتنين. اللي ده بيساوي. اكس باور اتنين. اكس باور. كمان. تعال شو بتكلم ده جه مني. بالوقتي. دلوقتي خلينا نقول ان اااا. ان الاكس بتاعتي بتقس. اكس بتاعتي مثلا باااا. باثناشر. وانا عايز احسب اتناشر باور عشر. واثناشر باور عشر احنا عاكده هنستخدم الآلة اتناشر باور عشر ده رقم كبير. بس خلينا نحاول نحسبه خلص. اتناشر باور عشر. فاي رأيك? بدل ما احسب اتناشر باور عشر. انا هحسب اتناشر باور اتنين. الكل باور خمس. فبدل ما احسب احسب اتنشر بار عشرة احسب اتنشر سكوير بار خمسة. يعني احسب مية اربعة اربعين بار خمسة. اوكي? فالانصر بتاع دي هتكون عبارة عن مية اربعة اربعين في مية اربعة اربعين بار اربعين. وريكرسف لي احل البروبلم دي. انا دلوقتي معايا بار جديد عايز هحسبوه. بس الفكرة هو راح يدل الميتج بتاعه هاضربوه في مية وبردو المية اربعة وربعين دي. انا بدل ما هحسبها مية ابعة ورونبعة اربعين انا هحسبها. عشرين الف سبعمية ستة وثلاتين بار اتمين. كل دا لسه في مية اربعة وربين والعشين الف سبعمية ستة وتلاتين دي. احسب لا slider بتاعها. وده الانصر اللي هتقدر في مئر باور ودي الانصر بتاعي الكود بتاعي بيقص كل خطوة كل ايتيريشن بيشيل من الباور اتنين فالعشرة دي عشان هي ايفن فانا هربع ال اكس الخامسة دي عشان هي قد فانا هاخد ده جزء من الانصر بتاعتي الاربعة دي عشان هي ايفن فانا هربع ال اكس اللي اتنين دي عشان هي ايفن فانا هربع ال اكس الواحد ده عشان هو قد فانا هاخد الانصر دي معايا في الانصر ودي حاجة اسمها ويخلي الكمبليكس بتاعتي واضحة جدا اللي هي لوج ان ليه لان انا كل مرة بقسم الباور عليك ممكن اطرح منه واحد اه بس معظم بعد كل خطوة بقسم عليك بتاعنا نشوف الكود هو الكود حربيا هيوضح الدنيا اكس اه خلي الكود ده دلوقتي تمام خلينا نكتب اه فانكشن باور تمام دي اتاخد الاكس واتاخد الباور اللي انا عايز احسبها تمام خلينا نكتب الكود وبعد كي نكتب الوايل دي انا هشتغل على وايل لوب معين ده هيحصل لمدة معينة خلينا نكتب الكوندوشن بتاع بعض دي بس المهم اللي انا هعمل وايل لوب نعمل حلو؟ هقول له ايه؟ هقول له لو البي دي اود اها مشط لو البي دي اود ده معناها ان الجزء من الانصر بتاعتك هو الاكس ا جي ما احنا هنا كنا مائة واربعين بار خمسة اه سوري اه مائة واربعين بار خمسة انا هطلع عن مائة واربعين تبقى جزء من الانصر فانا اضرب الانصر HE اربعة واربعين. ايه ليه الانصر? انصر بي ساوي الاكس. اوكي? وفي الحالة دي الباور دي بدل ما هي كانت قد هخليها ايدي. فانا اقول له هنا مينس اه مينس مينس البي. اضرب لي الانصر في الاكس وترحل من الباور واحد. دلوقتي الباور بقت اربعة. لازم الباور دلوقتي تكون ايدي. ففي الحالة دي انا هعمل ايه? هقول له اضرب لي الاكس في نفسها. ربع لي الاكس. واسم لي الباور على الانصر. وهي دي الانصر بتاعتك في الاخر. تفضل تقسم الباور على الانصر. ولو هي قد تاخد الجزء متاعها من الانصر. فاخر خطوة هعملها لما تكون البي بتساوي واحد. هضيف الانصر. وباكس اقسم البي على الكنين. فالبي هتبقى بسر. فالtermination condition بتاعي هو ان البي تكون بسر. اول حاجة هعملها صغير جدا. المينس مينس دي بي. ملاهاش اي ترسيل لازمة. لانك لما بقسم هيعمل فمش هتفرق الا انا مينس مينس البي. بس هو ده حرفين الoptimization اللي يهمني يعني. الoptimization التاني الصغير هو اللي انا ممكن بدلا ما اقسم على البي. اه ارائتشفتها بواحد. ارائتشفت ده في البيت وايز اوبريشنز بتاع التاسيب بوس بوس ايكوبيلان تماما للاسم على الكنين. عنديش معنى هتستخدم ده او ده بس اه بس ده بيبقى اسرع سيكا ايه. بس الكنين نفس الكمبليكس. كمبليكس ايه? انا كل اتريشن بقسم على الكنين. يبقى ده لوق. فالباور فانكشن ده هو لوق جلبي. حد تاهم انه الكود ده بيعمل ايه? خلينا نجربه سريعا في المسألة اللي احنا قلناها. سي اوت باور. اه احنا عايزين اتنوشة باور عشرة. اتنوشة باور عشرة. ايه. احصلها ازاي? طعلا دي بقى كده سريعا. طعلا دي بقى سريعا. دلوقتي. اه الانصر. اه الانصر بواحدة. الانصر لسه انا مضربتش حاجة. البي ايفن. فانا مش هعمل حاجة غير اللي انا اضرب الاكس في نفسها واقسم البي على الكنين. اضرب الاكس في نفسها واقسم البي على الكنين. دلوقتي كايني بحسب مية اربعة واربعين باور خمس. اطلع مية اربعة واربعيناية برا. اضرب الاكس في نفسها واقسم البي على الكنين. اضرب الاكس في نفسها. واقسم البي على الكنين. البي ايفن فانا هضرب الاكس في نفسها بس. البي اود فانا هضرب هطلع الاكس برا في الانصر. واضرب الاكس في نفسها بس هي اي نعمل هاش لازمة بس اوكي ايه والبي بي بي سفر في الاخر فالانصر هي الرقم ده فانا دلوقتي لو لو السلوشن لو المسألة بتقول لي احسب لي الكلام ده مد مد معين انا حاول اوزع المد وانا ماشي فانا بوزع المد على الضرب عادي فانا بوزع المد على الضرب ازاي اللي هو بدل ما تدرب الانص فيه ساوي اكس لا اقول لي انصر بتساوي الانصر في الاكس مد الام وبدلا ما تقول لي اكس فيه ساوي اكس لا اقول لي الاكس بتساوي الاكس في الاكس مد الام والبار مش هقصرها خلص مش هعدل فيه. دلوقتي نقدر نحل المسألة دي بسورة جدا. هو هيديني آآ كويرز ان كويرز كل كويري فيها رقمين هحسب ده بارده. فا انتن سي ان في الان واي ان ماينس ماينس لف على الان كلها سي ان في ال اي وفي البي اللي كنين اخرهم عشرة وتستسعى في انتجر كفاية عليهم. وسي اوت باور ال اي باور البي مد كام مد الام المد بتاعي اللي هو عشرة عشرة وتستسعى زائد ساعة. ممكن اكتبها كده. او حتى ممكن نعملها كده وخلص عشان نختصف في المكان واحد اي تسعى زائد ساعة. انا ريك هتبت انت هنا عشان ده بس انا بقول له لا اكتب لي واحد اي تسعى زائد ساعة وحاولها لي الانتج. بس. فالباور فانكشن دي هي هتحسب لي الموضوع ده مد عشرة وتستسعى زائد ساعة. قد تكون الحاجة الوحيدة اللي انا محتاجة اعملها في الاول احتياطي. اه لا بلاش بلاش. هو هو حرفيا ان اي باور بي مد عشرة وتستسعى زائد سبعة الكفاية عليها قوي اللي هي تتعملتها. هو انا باخد الانصل لما يكون الباور قد غير كده بقسم الباور على الكنينة عن طريق اللي انا اقرب على اكس. هل في حد تهم منه الباينير بالAGN? كوبلكس بتاعة هي اي? كوبلكس بتاعة الوقين. قال في حد عنده اي سؤال قبل ما نضيف رول زيادة بس زغيرة. اه الكسة بتاعة المد اه والسؤال دا قديم بس ماشي. الكسة بتاعة المد دي اه اعتبرها ادي الاسم. هي هي مش هي مش سريعة او. بس بس مش بطيئة قوي يعني هي حرفيا أسرع من الضرب بس داع في صورة الضرب فاته تقدر تعتبرها مثلا اللي هي بس ما تفتريش قوي يعني ما تقدرش تعمل مثلا 10.8 عمليات مود في ثانية واحدة رغم اللي تقدر تعمل 10.8 في الثانية واحدة بس المود بتقيل شوية فأخراك 10.6 10.7 كده حد عنده أي مشكلة قبل ما نكمل تمام خليني رن المسال ده تقدر لها بيكمبيل ونصبت ايه اللي انت تماملو اه سيت انت لان تمام طيب خناحل المسألة دي بقى المسألة دي بيقول لك انا عايزك تحسب لي بي باور سي وبعد كده تحسب لي ايه باور يعني انا هدية التطور تحسب لي بي باور سي الاول وبعد كده تحسب لي ايه باور الكلام دي ايه اول حاجة تخطر على بالنا دلوقتي ان ايه بي باور سي الرقم ده ممكن يكون كبير قوي لانه هو حوالي عشرة واستسعة اه قصة عشرة واستسعة فالرقم ده هي اوفر فلو مني لو ما عملتلوش مد بس ما فيش قاعدة بتقول لك ان اي باور اكس او اي باور بي تقدر تاخد لها مد يعني ما فيش حاجة انا قلتها او اي حاجة في المس قالتها انك تقدر تقول ان ايه باور بي بلاش خليها اي باور ان ده لايه وساوي ايه باور ان مد ام يعني الكلام ده لو انت بتاخد مد ام على طول الرول دي مش سليم فيش حاجة قلت اللي الرول دي سليم بس فيه في ايه 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 او او فيرمتس دي بتقول لك ايه دي بتقول لك ان الرول دي مختلفة سيكة عن اللي انا كتبها بتقول لك ايه بتقول لك ان ايه باور بي مد بي لازم دايكم برايم دي بتساوي ايه باور بي مد بي مد بي مانس اللي يعني انا ممكن اخد للباور بتاعي لو انا عايز احسب ايه باور حاجة ممكن اخد لو الرقم ده برايم ممكن اخد للرقم ده للرقم اللي فوق ده مد للبرايم ده مينس الون ففي حالة اللي انا عايز احسب ايه باور بي باور سي انا احسب بي باور سي مد بكام مد عشرة اس تسعة زائد ستة لان الرول بتقول لي انك لو الرقم ده برايم والرقم ده فعلا برايم تقدر تاخد للباور مد بالرقم اللي اقل منه فانا احسب البي باور سي مدى العشرة اسسعة زائد ستة وبعاك احسب الايه باور الرقم اللي هيطلع لي من البي باور سي مدى العشرة اسسعة زائد ستة يعني هعمل ايه؟ الرول بتسمح لي بتقول لي ان لو الام ده برايم فانا هقول له لو الام برايم يبقى انت مسموح لك تاخد مد للبي ممكن تقول البي مد اقوى للام مينس الوام دي الرول دي مسموح لك فانا هعمل ايه؟ خلينا سيبها لكو كومنت احسن ايه فانا هعمل ايه؟ انا هقول له ده خلي الايه والبي والسي التوب بارت اللي هي البي باور السي ده بيساوي الباور بتاع البي باور السي مد واحد ايه تسعة زائد ستة ليه زائد ستة؟ لان الرقم ده هو اللي هيبقى الايكسبوننت بتاع الايه فالرقم ده عشان هو الايكسبوننت بتاع الايه؟ فانا عشان كده هاسمح لنفسي اللي انا اخد له مد فس هلازم اخد له مد الرقم اللي اقل منه اقل منه بواحد ايه؟ لان الرول بتقولي برمات ستة سيروم بتقولك ان انت لو عندك ايه باور اكس مد ام لو الام دي برايم ده بيساوي ايه باور اكس مد ام مد ام ماينس و طيب بما اني بحسب الاكس دلوقتي فانا عشب الاكس مد ام من وينس الوام وبعدها اقوم حسب الايه باور الطب ده نجرب 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 هو فصل من امتى طيب اخر حاجة تسمعك تلاتي لا انت فصل في الشيلسكين بس ولي طيب طيب يعني المسألة ذات نفسها خلصناها ولا كان في حاجة ما ظهرتش فيها في الشيلسكين او لا خلصناها وسبميشن بس اللي مجاش تمام خلينا نسبمت هل في حد عنده مشكلة في المسألة دي لان غالبا احنا هن يعني مش هندي معلومات تانية كتير قوي كده استرشان دي كفاية كده هل في حد عنده اي مشكلة في الحاجات اللي تقلت لها دلوقتي احنا خدنا النهاردة البداية بس كده سريعة عبارة عن اللي هو المود بيتوزع ازاي؟ والباور فانكشن عشان دي بيتحتاجها كتير جدا اا كان نفي اشرح الـ كمان بس الصراحة يعني مش هتستحمله اكتر من كده اا فخلينا ننتهي عند كده بس شرحنا قبل ايها في الـ في الدفايزورز الكوات دي اللي هي الـ ازاي تعرف الرقم برايم ولا لا الطريقة الطبيعية يعني يا اما لو عايزت تحسبها بسيف نفس الوقت اخدنا مودفاية سيف وازاي تقدر تستخدمه في انك تفاكتورايز اي رقم في لوج ان وازاي تستخدم الفاكتورايزاشن ده في انك تعرف عدد الدفايزورز بتاعك رقم بسهولة اا واخدنا ازاي تفاكتورايز الرقم من غير سيف لو مش لو هتفاكتورايز رقم واحد مش عايز تفاكتورايز ارقم كتير ده كمبليكسي بتاعته اعلى شوية بس الشغالة وازاي تجيب الدفايزورز بتاعت رقم بسقور روت برضو وهجاز هل في اي معلومة اا احنا قلناها ما كانتش واضحة حد نفسه في اي سؤال قبل ما نافل عشان هنكتفي بهذا القادر فرنامي يعني ممكن ممكن نبقى ليتر نعمل سيشنز تانية فيها تفاصيل اكتر في البداع وممكن لو لو لقيت المسألة بتاعت بسيطة ممكن احطلكو هنتا عليها واسبها لكو تحلو هانا بس انا عشان مش عايزة اعطى الوقت السيشن بالتفاكتور احنا قررتها غلط اللي نقص دينا اسنشل في النمبر تيري هو حاكتين بس هما الجي سي دي اللي هنستخدمه في حل المسألة دي والجي سي دي والمود امرس دول الحاكتين الاسنشل لنا فدول ممكن يكونوا جزء المسألة دول الحد نفسه بحاجة عبل المنابل او مانش يابش مانسو انا انا دخل الموضوع ده وانا نسا روح لقيت اللينك بالصودف على الفيس فام مش عارفة وايه ده اسلام ايه ده اسلام ايه اللي هو الترينيج ده ايه او او طبع مين انما انا عارف ان هو بروب مانسو او لا الترينيج ده الترينيج ده تبع الكلية حسبتها بمعنوات القاهرة احنا كنا مقسمين او يعني انا اظن لو رسلت صفحة الترينيج زيت نفسها هترد عليك احسن بس احنا كنا مزبطين الترينيج بتاعنا على حسب كلمة النولج اللي انت عارفها فكنا مقسمينهم مثلا يعني المرحلة دي هي مرحلة الجولد اللي هي النسل اللي عارفة بيزيكس نومبر ثيري بيزيكس سوري بروبلين سولفنج كنا بنعلمهم حاجات شوية لو اتليست بتعرف تحل مثلا المسائل البسيطة في كوت فورسي احنا هنا بنحاول نعلمكم الحاجات اللي ممكن تيجي في المسائل اصعب من كده فده كان الترينيج بتاعنا ده كله تبع حسبات ومعنوات القاهرة او حسبات وزكاة الصناعة القاهرة بس اظن الترينيج مفتوح لكله يعني فورناوي يعني تمام انتو بدقين من زبان يعني ولا لا لا دي اول سيشن في الجولد فيه سيشن واحدة بس فاتت في البرونز اللي هو اللي اقل من اللي اقل من كده على طول اللي هو الانتروداكتور يعني فيه سيشن حصلت فيه اظن موجودة متسجلة على الفيسبوك يعني او على يوتيوب على يوتيوب موجودة على يوتيوب بس مظلنش لسه فيه سيشن بداية للسلمة بس دي اول سيشن لسه بتجلتك معلتش عشان بس لو مارفتش توصلتين بس هو دلوقتي انتو مشكين زي مثلا ايام ايه ولا لا ايام ايه لسه ما حطناش سكيديول جاهز لان لان اللي بيشرح اللي هو انا او اي حد كن بيشرح في حاجة تانية هو هو مجرد طلب وعلى حسب المحاضرات والحاجات بتسمح يعني بس احنا بنعنونس قبليها بكزا يوم يعني انا نفس الصفحة اللي لقيت عليها اللي انا نزلت عليها اللينك بتاع زوم هي هي نفس الصفحة اللي احنا هننزل عليها كل حاجة تمام تمام الف شعور حد عنده اي سؤال معلش يا التسجيلات بتنزل عليها برضو التسجيل ده انا هو انا عندي نت يعني بيفصل كتير في الابلوت فانا مش عارف هقدر انزله بسرعة ولا لا بس اول ما اقدر انزل اللينك ده هانزله بس كل الريكوردات هتنزل اوه ياريت ولو مش لو كده برضو عشان لو معرفتش ياريت بس اللي هو مش عارفة لو في مصادر بس انا بتذاكروا منها انا هنزل الكود اللي انا كتبته انا هنزل الكود اللي انا كتبته وهنزل الصفحة اللي فيها الشرح بتاع معظم الحاجة اللي انا قلتها وزيادة يعني بس كون الاجداليك واشوفكو الشاشن اقاين ان شاء الله أسلام عليكم سلام عليكم واشوفكو الشاشن اقاين ان شاء الله شكرا